51 ميداليا حصيلة مصر من أبطالها في دورة ألعاب البحر المتوسط عايش ميداليات بالجملة وإنجازات عظيمة خرجوا بيها أبطالنا على منصات التتويج احتفالية وأداء مميز وجدعانة في حب مصر ورفع علامها في أعلى الأماكن ما بين الدهب والفضة والبرونز علامات تركها المصريين في الجزائر ودون أمل وطموح وثقة في الرياضة المصرية يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة نهاردة أبطالنا بيخلصوا دورة ألعاب البحر المتوسط ب51 ميداليا 51 ميداليا بإنجازات رائعة بأداء مميز برجولة بجدعانة ناس شايلة هم مصر شايلة هم شعبها حتى بلدها فوق الراس حطين علام مصر فوق كل حاجة رفعوا العلم في هذه الدورة وشرفونا ورفعوا رأسنا مليون مبروك لكل بطل مليون مبروك لكل إنجاز حصل في دورة ألعاب البحر المتوسط النهاردة كنا قريبين من واحدة دهب كنا قريبين قوي من واحدة دهب كورت اليد النهاردة منتخب مصر كورت اليد كان قريب كان قريب كان متفوق على المنتخب الأسباني تقريبا طوال المباراة في الآخر تقدم المنتخب الأسباني بفرق هدف وخلصت المباراة واخسرنا دهب وخدنا فضة وكلهم مبدعين ومميزين خلينا في أبطالنا كلهم نهنيهم ونقول لهم مليون مبروك بما في ذلك منتخب كورت اليد ورقم كويس رقم معقول جداً 51 ميداليا رقم حلو رقم حلو مليون مبروك طيب قبل ما أقفل باب دورة ألعاب البحر المتوسط تعالوا نشوف بسرعة الـ 51 ميداليا راحوا فين أبطالنا الأسماء العظيمة تعالوا نشوفهم واحد واحد ونتكلم عنهم واحد واحد أهو حانا نتكلم زي ما قلت لكم 13 زهبية 15 فدية و23 برونزية ده حصيلة ميداليات مصر في ضوية العاب البحر المتوسط ترتيب مصر في جدول البطولة هو السادس هقول لكم بقى الأسماء على طول عشان دول قائمة الشرف يعني محمد السيد سيف عيسى نعمة سعيد ونعمة سعيد خيد ميداليا أخرى زياد السيسي ويسري حافز بسانت حميدة وبسانت حميدة ميداليا أخرى محمد عبد الموجود عمر الرضا ومنتخب السيدات لتنس الطولة فريال أشرف ويوسف بدوي منتخب كورت اليد وي أشركة درويش وكريم كحلى وكريم كحلى مرة أخرى إيهاب عبد الرحمن ومنتخب الفروسية وإسراء أويس أحمد عبد الغاني وأحمد عبد الغاني مرة أخرى أمر عصر ويحيى حافز وعبدالطيف منيع وأحلام يوسف وعبدالله ممدوح محمد ماهر وإحمد علي وآية شحاتة وإحمد جابر وإحمد جابر مرة أخرى محمد طلعت وشاهد الحسيني بسم عماد ومحمد مجد وعمر السيد ويمن عياد وعزمي محليبة ويسري سامي وصمر حمزة شايماء محمد وعلي زهران وضحى هاني ولي محمد ويوسف حميدة وهيثم فاهمي وعبدالرحمن عمر وأخيرا نور الدين حسن وإحمد أيمن وعمر علاء أبطالنا اللي شرفونا واللي رفعوا راسنا طيب تعالوا بقى تعالوا بقى نتكلم كتير عن الجزائر وشعب الجزائر وجماهير الجزائر من كم يوم كلمتكم كتير عن الجزائر والشعب الجزائري وكرم الضيافة وحسن التشجيع اللي عملوه مع بعثة منتخب مصر في ضوط العاب البحر المتوسط النهاردة كان ختام هذا لاحتفاء بالبعثة المصرية وكل ما هو مصري في مباراة كورت اليد مباراة مصر وأسبانيا المدرجات كان على آخرها وكل الجماهير أو معظم الجماهير طبعا جزائريين وكأنك في استاد القاهرة مش في وهران بلدنا التاني أشققنا الحقيين والله فوق الراس والله يستحقكم الشكر كل لحظة وكل ديئة وكل ساعة وكل يوم وكل شهر وكل سنة حاجة في منتهى الجمال في منتهى الروعة مرة أخرى بشكر من القلب باسمي وباسم كل الشعب المصري والجماهير المصرية الشعب الجزائري والجماهير الجزائرية على قرم الضيافة وحسن التشجيع طوال هذه الدورة جميلكم واعتبروا جميل فوق الراس بنشكركم عليه دايما شكرا الشعب الجزائري والجماهير الجزائرية خبرنا الأول اليوم هو خبر خاص وحصري لرقم عشرة غدا إن شاء الله بالكتير 48 ساعة لدقة الخبر غدا أو بالكتير 48 ساعة يعني الخميس أو الجمعة يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اسم المدير الفني الجديد لمنتخم مصر وأنا بكلم حضراتكم دلوقتي وأنا بكلم حضراتكم دلوقتي في توقعات رسمية بتحصل مع المدير الفني الجديد لمنتخم مصر وهكون أمين معكم أكتر قبل ما أدخل على الهوى على طول مش على طول يعني من أول اليوم بحاول أجيب اسم المدير الفني اجتهد على قد مقدر بس المعلومة اللي قدرت أخذها إنه غدا أو بعد غد بالكتير هيتم الأعلان عن اسم المدير الفني وكان ممكن يحصل النهاردة بس الترتيبات تخص اتحاد الكرة فهيخلوا الأعلان غدا أو بعد غد الخميس أو الجمعة مين هو المدرب؟ حقيقة معرفش ومش عايزة أعمل يعني زي كتير من الناس إنه أقولك اسمين ثلاثة أربعة وهي ونصبها بس حقيقة معرفتش حاولت والكابتن حازم إمام والكابتن حازم إمام اللي مسؤول عن هذا الملف اللي خلص مع المدير الفني الجديد لمنتخب مصر متكتم جدا حتى على كثير من أعضاء اتحاد الكرة المصري شفت بقى الموضوع وصل لحد فين؟ إنه هم مش عايزين أي تسريب لإسم المدرب تحفظا تخوفا من اللي حصل في المدربين اللي فاتوا فعايزين يخلصوا الموضوع في الكتمان فحتى أقرب الناس الكابتن حازم اللي هم في المجلس يعني مجلس إدارة اتحاد الكرة فيهم اللي ما يعرفش فيهم اللي ما يعرفش أو أكترهم ما يعرفوش بس بكرة أو بعده هيتم الإعلان عن المدير الفني لمنتخب مصر هقديك حتة ما كنتش نقولها لك بس هقولها لك وخلاص يعني هادي برضو أو دي اللي أنا عرفتها هو بين تلات جنسيات بالترتيب كده ألماني أسباني برتغالي بين الجنسيات دي برضو حاولت تدعبس ما عرفتش اللي قال لي الخبر أو اللي عرفني الخبر قال لي إنه هو كسب دربي كبير قدام مدرب كبير وقال لي إنه هو مدرب كبير تمام هقول لك الفزورة هقولها لك زي ما هو قاله لي عرصت يعني قال لي إنه هما الاتنين كانوا بيدربوا في بلدهم هما الاتنين خرجوا من بلدهم وراحوا دوري آخر واللي كسب ده في الدوري الآخر هو اللي هيجي درب منتخب مصر من بين من بين جنسيات إيه ألماني أسباني برتغالي أنا مش أصدقى ديك فزورة وأتعبك بس أنا زي زيك أنا ما عرفش الاسم بس أعرف المعاد وأنا قلت لك المعاد الاسم بقى أنت عرفت تجيبه لوحدك ودخلت عادت سرش أنا حاولت برضه سرش ما عرفتش أوصل بأمانة بس بكرة أو بعده هنقفل الجدل ده كله وزي ما بيقوله كده إيه يا خبر النهاردة بفلوس بكرة هيبقى ببلاش إن شاء الله والأهم المديل فن القادم لمنتخب مصر يكون اسم جاي بمشروع إحنا نعرض عليه مشروع هو يوردينا مشروعه يفهم ظروفنا يفهم إحنا عايزين إيه نفهم منه هو عايز إيه نلبي رغباته عشان في الآخر إن شاء الله ننجح إن شاء الله ننجح طيب الأهلي جي أخبارنا النهاردة بقى الأهلي قرر إنه يربط صرف مستحقات اللاعبين بالفوز في تلت أو في التلت مباريات القادمة اللهم مين؟ اللهم ببراميد زوافيوتشار والزمالك بكاس مصر لو اللاعبين كذبوا المباراة دي هيقدوا مستحقاتهم وهيقدوا مستحقات زيادة كمان أو مكافئة زيادة هي مكافئة الفوز بكاس مصر الكلام ده حصل إزاي؟ برسالة جتلهم على واتساب لكل اللاعبين يعني هتلتزم الفترة اللي جاية هتكتهد الفترة اللي جاية هتاخد المستحقات بتاعتك هيبقى فيه زي اللي حصل في مباراة الجونة هتتأخر المستحقات شوية وشويتين ليه؟ شافيه غضب كبير جدا من لجنة التقطيط وقدارة النادي الأهلي والمدير الفني للنادي الأهلي من اللاعبين بعد اللي حصل فيه المباراة الماضية أمام الجونة وحاسين إنه اللاعبين يتحملوا هذه المسئولية على الجانب الآخر إزا مالك بيقرر يصرف جزء من مستحقات لعبية بعد جلسة مع رئيس النادي الجلسة اللي فيها رئيس النادي قال للجهاز الفني واللعبين تركزوا بس في الفريق وفي لعبنا وفي النتائج بتاعتنا وفي مبارياتنا وما تركزوش أبدا مع المنافس ولا تنشغلوا به حفظوا بس على أداءكم الجاية في الفترة الأخيرة وفي الآخر الجلسة دي وعدهم أو قرر صرف جزء من مستحقتهم المتأخرة إحنا لسا مكملين مع حضراتكم حلقتنا النهاردة من رقم عشرة وضيف كبير ورائع جدا وإسمه محترم جدا مع النادي الأهلي هو الدكتور عمر محب المترجم الأسبق لي بيتسو مسماني وكرتيرون وفايلر وعدد من المدربين هيكون معايا بعد هذا الفاصل خليكم معنا موسيقى يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى نشرفني ونوارني في هذه الفقرة واحد من أكثر الأشخاص المحترمين في الرياضة المصرية وفي كرة القدم المصرية اسم تعرفوه جيدا وجه تعرفوه جيدا هو حائط الصد الأول لأي مدير فني في أي مؤتمر صحفي دايما بتشوفوه دايما يتعامل بشيء من الاحترام واللواقع مع كل الصحفيين في مصر دائما شخص محبوب من كل مديرين الفنيين اللي اشتغلوا فيه النادي الأهلي الدكتور عمر محب مدير إدارة العلاقات الدولية وتنمية المهارات بقطاع كرة القدم بالنادي الأهلي ضيفي في هذه الفقرة دكتور عمر مشرف ومنوار حقيقي خلطه عزيزي شكرك نشكع مقدمة جميع دي أنا سعيد بوجودي مع حياتك النهار أقلم نحققك كتير طب شرف ومنور الأول إيه التايتل دا يعني إيه مدير إدارة العلاقات الدولية وتنمية المهارات بقطاع كرة القدم بالنادي الأهلي العلاقات الدولية العلاقات الدولية بروتوكولات ومراسلات مع التحادات الدولية وتفقيات وحاجات كل ما هو اللي هي علاقة بالنزمات الدولية عظيم وده برضو بحكم بروتوك شغلي مع الفيفا وشغلي مع التحاد الأفريقية الفترة وأن أنا محاضر في التحاد الدولي في الإعلام وفي الإدارة فده حيساعدني أن أعمل شغلي بشكل عيد تنمية المهارات يمكن دي جديدة يمكن أول نادي في مصر نعمل الموضوع ده أن احنا بنهتم بشكل الكادر بتاع نادي الأهلي سواء كادر إداري أو حتى لاعب يعني أطلس يعني نسوف إزاي ما بيلعبه وبينجحه كنتائج لازم برضو يبقى شكلهم أو اللي يبقى بتاعهم حياتهم يبقى بشكل نادي الأهلي بصوت نادي بالأمر بتاع نادي الأهلي فحبدأنا الموضوع ده وإحنا نفوض القرار ده متاخذ من السنة اللي فاتت من مجلس الإدارة السنة بس طبعا كان تفعيله صعب بحكم مجهولاتي كان في الترجمة مع الجهاز الفني السابق وأول ما حصل ويجيبوا منداري بورتغالي وما كانش بقى مش حالة عنه ليه كانت فكرة تقول فكرة الإدارة استحدازها مع بعض يعني عش دي حاجة مستحدازة الرياضة المصرية الأهلي معودنا دايما كل حاجة جديدة بتقفل رياض طبعا طبعا أنا اتفع معك مليون في المية أنت في النص قلت لي أنه شغلك في الكاف وفي الاتحاد الأفريقى لكرة القضاء عايز تغلي ده وأبدأ معاك أقولك المشكلة اللي حصلت الأخيرة بين الأهلي والاتحاد الأفريقى رأيك فيها إيه إيه اللي كان حصل إيه الأهلي كان المفروض يعمل إيه أو الاتحاد الأفريقى كان المفروض يعمل إيه مع النادي الأهلي في نهاية ده بس حيك هي مشكلة مشكلة وذاتي متساعدة فما هيش أتكلم في حاجة متساعدة بتنظر بس طبعا فيه فيه ظلم وقع عن النادي الأهلي صحيح أوكي أود أنا عايز أسمعه منك الظلم طبعا كل يعرف كل يعرف مش حاجات إدارية الكاف طبعا أكيد بيقرب الظلم ده بس هما شايفين أنه هو ده ده لخطأ إجرائي إنه هما بعتوا واحنا بنقول لا أول ومقدمينه في الآخر حيصدوا الحكم سواء إجاب أو سلب سواء صح أو غلط يعني بعد فترة وحن يعرف يعني سباك من الحكم المسبقية حليسة حنستنف بس النقطة إنه الكل عارف إنه فيه ظن الموقع عن ندي الأهلي صحيح ما فيش خلاف ولو واحد في المليون يعني نحن عاشنا أجواء صعبة جدا نحن في المرة عاشنا أجواء صعبة جدا يعني صعب معها إنك تلعب ماتش بحيادية ولعب نظيف يعني كان فيه يعني مدء من الجماهير اللي ما جاتش ومنعوها والمدرجات اللي هم حاجزة أونلاين وقفلوها على مصر يعني أنا برضو مش هتكلم ما بحبش أعمل ما أقول المغرب المغرب دايما عندها حصن ضيافة بكل البعثات المصريية في كل الألعاب بسرعة عشان مش شعب المصري وشعب المغربية أخوات وما فيش أي مشاكل ما بينها طبعا يعني دي الملابسات لحصائت ولازم نتكلم فيها إنتوا بقى وإنتوا داخلين المباراة تأثرتوا نفسيا الأمور دي أثرت فيكم ولا أنتوا قفلين ودانك لا طبعا أكيد عارفين بس طبعا إحنا كان فيه كان فيه نية أن احنا إن شاء الله نرد في الملعب واللعبة كانت جاهزة وكده ما حصلش توفيق كنت عايز ترد في الملعب أه طبعا نرد في الملعب بس الأجواء فعلا ما كانتش مساعدة يعني بدءا من الدور شركات ما مش عايزة أتكلف فيها بس المباراة لما بدأ دكتور عامل حسيت أن الأمور بعت عادية يعني أنتوا محدش طبعا فيه هدفات وصوت عالي وفان المتش مش بالأول ما يبدأ المتش المتش إعداده من الأوقات ما جينا طبعا إحنا رحنا ليست ايام بدري كانت جروف صعبة جدا كانت الأجواء صعبة جدا طيب اشتغلت مع عبيد سونسيماني اشتغلت مع كارتيرون واشتغلت مع فيلر دائما المترجم هو شخص المفروض يبقى عنده فليكساباليتي أنه يعرف يتعامل مع كل الأشخاص نوعات أشخاص مختلفين فيه العصبي فيه الهادي إيه الفرق من الثلاث ممكن نضمنه كان جارج ويلي مع المتخب كان شكل رابع وستيل رابع صح لو حنتكلم مع الثلاث طبعا الآخرين كارتيرون وفايلر ومسيماني هم مختلفين عن بعض بس الثلاثة كل واحد حق نجحتي يعني في الحتة المهنية كل واحد لي حتة التمييز وحق نتائج فاطرته صحيح كارتيرون خدنا كون آخر مجموعة بعد ما قدشين في دول المجموعات ووصل بنا على رأس مجموعتنا كسبنا التراجي في التراجي ووصلنا الدول النهائي وحصل إخفاك في ماتش العودة فايلر عمل ريكورد ماتشوت كتيرة بدون هزائم في الدوري وقدى بشكل كويس ولو لموضوع الكورونا وكان يكمل عنها كان ممكن يكمل بقيت وحقق تاتر بعد دوري يعني ومسيماني يكمل الدوري طبعا مسيماني يحقق بقى الإنجاز الكبير أجعلية بتقود أفريقيا بعد غياب 6 سنين خدنا وطلطين واربعاد خدنا سوبر أفريقيا واربعاد خدنا كاس مصر خدنا 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 تنين برونزية كاس عالم وما حيك أقولك برونزية كاس عالم أنت مش تخيل الإحساس لما تروح يتمثل بعدك في كاس عالم وبتوقف على المنصة وبتوقف بسترم ماداليا أنا باحترف أنا عشت بمشاعر جميلة جدا مع نادي الأهلي من كانش ممكن أعيشها في أي مكان تاني صحيح يعني فكي تطلع بتسترم ماداليا برونز في كاس العالم بمعارك بتكرمك وتسترم رئيس إتحاد الدولي وده حاجة ممكنة تأيشها غير مع نادي الأهلي أنا هو يقولك يا بغت اللي بيعدي من جنب النادي الأهلي سبت ما بالك إنت بتشتغل في النادي الأهلي في الجازل فني للفريل الأول أنا اشتغلت في الفيفا اشتغلت زمان في الكافو اشتغلت في الفيفا اشتغلت حدي إفريق participant وشتغلت في.. كلها أماكن كبيرة جدا بس اللي شوفته في الأهلي بصراحة في الفترة اللي هي مقاياش كبيرة برضو تالسين مش فترة كبيرة يعني بيجب عن أي حاجة تناشى طيب السؤال انا سألتولك مين اللي كان دايماً بيبقى محتاج معه في كل لحظة من التلاتة؟ ما فيش حد محتاجين كل لحظة ويمكن كارتنون أكتر لأن كارتنون ما كانش دين مساعدين يعني كارتنون كان جاي لوحده فتواجدي معاه أكتر يعني محتاجنا أيدي لكن هو الفايلر كان عنده ثلاثة مساعدين موسيمانيا عنده أربعة مساعدين صحيح بعد كده ماشى واحد منهم بأم دلاتة فعنده التيم بتاعهم يعني عنده التيم بتاعها لكن كارتنون كان بيحتاج لينكي بشكل أكبر وكارتنون كان لي تقوص معينة هو الحتة النفسية ملعبها بيلعبها كويس جداً لكن حتى كان بخش التدليك والحاجات بخش طب العلم في وضعهم وشوفهم مولقة لو حد عنده مشكلة حتى شخصية بيتكلم معاه وبيسمعه طبعاً ده كان من خلالي يعني بيتكلمش عربي طبعاً فكان محتاجنا يكون معاه أكتر انت مش بترجم من المدير الفني بس انت بترجم لي المساعدين لتهم طبعاً مساعدين غير ميشيل اللي بتكلم الفرنسائي برضو بيحتاجني وفي بعض الأحيان طبعاً ما بقدرش أوافع الناس كلها فممكن فيه لا مساعدين من ضمن العيبة المساعدة مصطفى شوبير بساً بحمزة مصطفى شوبير يساعدك اه يعني يتكلم مع ميشيل خاصة مع ميشيل حمزة علاء حمزة علاء مصطفى شوبير هو ما اللي كانوا بيساعدك اه طبعاً وطهر طبعاً وطهر طبعاً طيب انت كنت بتكلمني على كارتيرون ان هو نفسيا كان أكثر هو الحتة النفسية هو شاطر فيها جداً جداً بيعرفي قوم اللعبة كويس قوي موسيماني موسيماني بيهتم بالتفاصيل الصغيرة بشكل درجة حتى انت بتستلم الكورة تاخدها على شمالك واعلمينك التفاصيل صغيرة جداً انا تعلمت منه حكاية الاهتمام بالتفاصيل بيهتم بكل التفاصيل بيهتم بكل التفاصيل صغيرة فايلر سويسري من زيورخ سويسري بس راجل طبعاً شاطر وشاطر في شغله طبعاً موسيماني ممكن اتكلم تعالى يا ابني بيعرفي حتة اللعبة هم ليه تعالى عن بيتسو موسيماني انه نفسياً ما كانش بيهيئ اللعبة كويس ما كانش عنده المهارة دي على فجأة من الشرط يكون عيب فيه يعني مش كله زي ما انت بتقولي فايلر ما كانش بيعرف اتعامل نفسياً جداً مع اللعبين ولكن كان شخص قوي جداً وشخص حازم جداً وكان بيعامل أداء كويس هل بيتسو موسيماني كانش عنده المهارة النفسية دي والأمور النفسية والمعنوية معنوية؟ هو ما كانش بأول فرقة كويس ما كنش حققن حققنية طبعاً ما فيش فرقة عندها مشاكل لا رد في الملعب يعني لو نتايج بتقول ده انه في 18 شهر عمل ايه 19 شهر انجزات كبيرة طبعاً ما فيش خلافة بيتشو موسيماني وده مش معناه ان مش عينه غلط يعني برضو كل واحد بقى رجل فترة معينة طبعاً بيتشو موسيماني تحس كده انه انا الوقت بتكلم دكتور عمر المحب الرجل الاهلاوي اللي عايش الوضع ده وفي نفس الوقت عشان برضو اعافيك من اي حرج انا مش عايز كواليس على قد ما انت تعيش معايا الوضع هل انت حسيت زي ما احنا حسينا ان بيتشو موسيماني تغيرت الشخصية تدريجية مع الوقت يعني كان شخص هادي جداً في الاول احنا كنا بنشوفه المؤتمرات شخص هادي وانا بطبيعة شغل الاعلامي والشغل الصحاف وحركة ليك خبرات اعلامية طبعاً كبيرة شخص هادي جداً في المؤتمرات شخص متعاون جداً في المؤتمرات لشخص بدأ الدغوطات تأثر عليه لصبت هاك ردت على سؤاله كان هادي لما كان بيكسبه كان دانيا ماشية كويس اي مدرب بيكسب هادي وداخل المؤتمر الصحفياتي لكن تعديلت في ماتش ما فوق كنت تكسبه او ضيعت 20 فرصة التهديف وما حصلش في سوق حظ في عدم توفيق لازم بيخش المفاعل لانه في الاخر هو انسان وفي الاخر اكتر واحد عايز يكسب المدير الفني واللعبين طبعاً الجماهير بس طبعاً هما يعني الاخفاق بيأفاقهم هما يعني بيحاسبوا نفسهم لو الجماهير بتحاسب الجهاز الفني الرجل المدير الفني ده شايد متحمس أولئة فنية للجهاز واللعبين بيحاسب نفسه قبل اي حد فطبيه بقى عليه ضغط حاجك هتقولي محترف اوكي انا معاك في الحيطة دي بس او برضو الغزباً عنه في اسئلة بتبقى فعلاً بتطلعه عن شعور طبعاً هم متفرجوا عارفين انا صحفي فاهم ان كل واحد عايز يطلع احسن حاجة وعايز يطلع عن انفراد وعايز يطلع عن سبق بس اكيد انا بلاحظ ان انت بتلاحظه دو كتير اوج حتى في البلاد كتبول يا جماعة السؤال مش في وقته عشان راجل لسه حتى طلع عصبي لو احنا طلعين من ماتش عصبيين جداً مسألوش سؤال ممكن يطلعه عن شعور من حق الصحفي يسأل سؤال طبعاً ومن حق مدير الفني اتحفظ انه فيها سئلة تانية احياناً بتبقى في الامور الفنية وبتعصب يعني مثلاً انت ليه النهاردة اللاعب ده مش موجود او ليه اللاعب ده اشركته في الشوق التاني وبعدين يتقال انه سيبني انا حر اعمل اللي انا عايزه طبعاً انا هسأل في ايه يعني انا لو صحفي ممكن اسأل في ايه مواضية الاسئلة انا هسأل لك مولاك انا بسأل في الملعب مسألتكش انت بتجدد وما بتجددش مع الاهلي ساعتك كنت ممكن تقول لي كده لك مسألك انت لعب تلعب ليه او ما لعبتوش ليه موه ده السؤال الفني مش رافين ليه رؤية ما هو بيقولك ده رؤية رؤية الجهاز الفني دايماً بيرد بايجابة نموذجية انها مفهود هلعب حداشر بس بيقولك لما حتى بينفعل بيقولك كلم الفيفا خليهم خليهم تلاتاشر هلعب فلانو 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 وهو في الاخر لازم يعمل اختيار فاني هو اقدر واحد انه يحدد مين اللي جاهز الاكتر مجموعة جاهزية من الحداشر الجاهزين من مجموعة المتاحين بس ايه محسيتش فمرة مثلا قلت ايه لا عصبية سنة زيادة دي اه حق ونتعصب بس انت كده يعني مش مستهل يا مسلماني لا انا هو بانسان واحنا انا ميش ان احكم في دي حاجة بتاعته انا رجل بعمل شغل ما بتدخلش فيه طب وانت بتعمل شغلك مفيش في مرة مسلا قلت ايه انا يعني ايه حصيغ الترجمة بشكل اسكى لا مش بقول انك تحرق لا هو مش بحرق لا واللي حصل مكانش مع المرة كان فعلك عايز يمشي وطلقيت وحصل دي مع اكتر مع فايلر مرة قام مؤتمر الصحفي اخر مؤتمر قام وطلبت بانه يقعد وقعد عشاني بشكل شخص بعد كده قام تاني لان السؤال الصحفي سأله نفس السؤال تاني مش فاكل هو كان ايه السؤال بس سؤال عصبه كان اخر مؤتمر ليه كان كل عارف انه ماشي واعتقد وطلع من الماتش على المطار كان ماتش في الكاس فسأله سؤال برضو حاجة ليه علاقة انك مشيت والكوفيد فمقدرش يرد بعد كده سأل نفس وقام فما يجي قاعد سأل نفس السؤال تاني نفس السؤال تاني انا لو ما كانوا طبعا هاهدا بس كل واحد ليه طالب يعني كل واحد من الحاجات اللي انا عرفت من جوة النادي الاهلي انه النادي الاهلي نفسه كان بيتحفز عليها على بيلسو موسيما نهاية تصريحاته اللي تخص مثلا تجديد التعاقد يعني فيه مؤتمر صحفي قبل كده مشاهير جدا وبدأ يرد على الصحفيين على فكرة انه انا الكرة دلوقتي في ملعب النادي الاهلي والتجديد في ملعب النادي الاهلي وده يمكن من الحاجات اللي انا شخصيا انتقضت بيتسو موسيما اللي هو كثير من الناس انتقضوا وانا متأكد انه اقدرة النادي الاهلي كمان تحفزت على هذا الامر انه الحاجات دي عادة بتبقى في الغرف المغلقة كما هو معتاد في النادي الاهلي لحظتها يعني شفتها ايه او ايه انا مكانش ينفع وقتها لانا كنتش وايخد دول اخضر من النادي ان اقول لا مش هاخد السؤال ده طبعا لانا في الاخر انا بقول المترجم ده اداه ده تول انا مش صنع قرار بصحب قرار اقول لا اتكلمة وما عملت ده كنت وايخد تكليف من مدير الكورة كبتساب الحفيز اللي مكلف طبعا من ادارة النادي ان لو في سؤال خارج سياق المباراة اقدر اتحفز اقول لا ولانا�ازما عمل لاذا ديوا اديني قوة لاني الادارة الطلبة اميني اعمل لها لاني في الاخر زي ما انا مترجم النادي الاهلي بدليل ان فايلانا اما مش permet مش مترجم مدرب مترجم النادي الأهلي المرتبي بيأخذوا النادي الأهلي وعلشان أترجم المترجم ولللعب الأجانب يعني عمري ما ححب المدرب قد ما حب النادي بتاعي أكيد وعشان كده أنا عملت سعيد بعملت لها عشان أحميه لأنه ده قرار من الإدارة النادي لكن الوقتها ما كانش لها صراحية لن أقول لأ ما يجابش ما أدرج ما ترجمش إجابة بقى متطفق معه مش متطفق معه دي حاجة بتاعتهو لأنه هو اللي بتحمس أوليه في الآخر لأنه بترجم كلام بيقوله المسلماني قال مش المترجم اللي قد ده كلام المسلماني فاتفق معه وعدم اتفاق بس أعتقد أن أكبر أكبر داين الكلام ده مكانش موفق فيه إن إحنا بعد كده طلبنا منهم ما يجاوبش ولو سأل سؤال براس يقلم براه مش هايجاه هو وفق عداين الإدارة مكادش مبلغاك إن انت لو السؤال دا مكادش مبلغاك لما بلغت بهذا الأمر بعد هذا المؤتمر ما كانش فيه رد في ما كانش فيه حاصر المرتين وقتهم عاش مفضلكم مش هنتكلم في حاجة زي كان وهو طبعا حرك بالنسباني أنه معظم زمايلي أنا أنا صحفي في الأهراب أنا هزا أقول لها إن علاقتي بين معظم الصحفين بس أب شو غلي في الآلي بس هم مقدرين إن لازم أنا هنا مترجم نادي الآلي ميزمي لهم مش هديك سبق يعني غصب عني عنده شغلي في مرة يعني أكيد أنت علاقتك ودية بكل المدربين اللي اشتغلت معهم فيه أكيد بيبقى فيها علاقة وده إنت لو أنت الشخص اللي بتغير تتكلم معهم طول الوقت فهتبقى العلاقة فيها وده مش هسألك إيه هي النصيحة بس هل أنت كنت ممكن تعرض عليهم نصيحة معينة تقول لهم بلاش نتكلم في حاجة زي كده نتكلم في حاجة زي كده قبل أو بعد المؤتمرات بمنطق الصداق لو ده حصل ما ينفعش أقوله مش عايز النصيح أكيد بيجوا بينهم صداقوا كلهم الحمد لله لأن علاقتهم كانت كويسة جدا الكارتون كانت علاقت بي كويسة ومستمر لغاية لما رجع الزمالك طبعا ما كانش ينفع عن إنسان الزمالك تستمر فايلر علاقت بي كويسة جدا وبيبعتلي في المنسبات ومسيماني كان صديق لأنه مسيماني في الجانب الإنساني شخص كويس جدا شخص رائع وشخص بيعمل خير كتير وشخصية خيرة يعني وشخص على مستوى الإنساني كويس فممكن بيبقى فيه مساحة بيقول لك إيه رأيك في كذا لأنه بيقول له رأيك لما بيسألني في حاجة بس أنا ما بيتطفلش عليك طبعا ما بفردش نصيحة عليك لأنه سهل جدا يقول لي أنت مالك مش عطي لابسي في موقف زيها لأنه مجي قال لي إيه رأيك كذا مار يقول لي ويقول له بصراحة كنتش أنت كان ممكن ما تردش أصلا السؤال كان جدا كان ممكن ما تردش لو هو سألك لا هو سألني يقول لك أنا ما بيتطوعش إن أقول حاجة ما بيتطوعش يا أبدا ليه علاقتك ما تتكملش مع كارترون لما يروح يدرب الزمالكة؟ لا طبعا أنا أنا علاقتي بالأهل أبدية لا ما أصدش إنك تروح مع الزمالكة أصد إنه في النهاية العلاقة الشخصية ولحصل علاقة قطعف إحنا احترمنا يعني كان آخر تصوات قابل معيك وبعد نجي خلص ما هو بيشتغل في حتة تاني طيب عايز عليك على حاجة بعيد بقى عن الكلام ده كله أنا عارف إن أنت راجل محاضر ومشرف ومحاضريني منك جدا قبل ما يجي مين؟ الناس كلها بتقول أخذ بالك من أسئلت فأنا جاي ومحاضر إيدي على قلبي ده أنا كنت أخذك في واحدة تاني بقى ده أنا عشان أريحك قلت أخذك بعيد بقى خلص عن الكلام ده أنا عايز دكتور عمرو محب أنا مستمتع فيك يا بالحديث أفل أحبك على مستوى الشخصي وباحتلمك شرف كبير ليه والله وعلي إذا أقولك حاجة إنه ممكن اللي حاضراتك من أسئلتي ده ما يعرفش إن أنا بحاول أبحاثر جدا فسألت معك عشان لا بالعكس أنا مش عايزة أحطك فعلا في مواقف محر عشان أنت شخص أمين أنا عارف وشغلك يتحتم عليك فيه إنك تبقى أمين طول الوقت فأنا مش عايزة أحطك في أي مكانة تقول أي حاجة أنا لا فيه سؤال حيب مش حقدر أود عليها حوال حيب وإلى أسألة هاي لغاية بتي ده شرف كبير ليه دكتور عمرو محب بقى الراجل المحاضر والمشرف على دبلومات الفيفا دايما بنسمع عن دبلومة الفيفا في مجموعة من الناس والشباب في مصر تقفوا عن يدبلومة الفيفا بس في كتير من ناس ماتعرفش عن يدبلومة الفيفا وفيه ناس حتى بتكلمني بشغل شخصي طب أنا حقول حيطا قصة من الأول لاني كان حتى من أول مرة تكلم في الحالة تفصيل من الأول قصة أنا كنت في ظلت في فترة حوالي 14 سنة مدير مكتب الفيفا لتطوير كواهوة قدم مدير عام مساعد مدير مساعد مكتب الفيفا مدير مساعد المكتب الفيفا لتطوير كورة القدم من الدول الشمال الشهر الأفريقي والمكتب ده بيعتبر زي البرانش زي الفرع بتاع الفيفا في المنطقة المكتب إقليمي الفيفا من زيوريخ مقداش تحكم الدول كلها دورات واتبع كل حاجة فحطت زي فروع لها زي بتقول ناسا منطقة القاهرة منطقة الجيزة اللي هي تبع الاتحاد الكورة فيه مكاتب تطوير كان فيه أربعة في أفريقيا وبعد ما ميش بأم اتنين كان مكتب في القاهرة وفي كوديفار وفي كاميرون وفي بوتسوانا كل واحد بتغطي منطقة احنا كان عندها 17 دولة فكان من ضمن اقتصاد كان مشروع الهدف حقا كتير ومساعدات المالية بترجيحها وكل حاجة من ضمن الشروع ده الدورات اللي هي تنفيذ الدورات الدورات اللي كانت مدربين حكام وكان فيه كابتر حمال شنوي هو مسؤول عنها وإداريين وكوة الشاطئية وكوة الصلاة وكوة النسائية ده مش كافي ده موجه للاتحادات بعد كاس العالم بتاع كوريا واليابان كان فيه مشاكل إدارية رائعة بدأوا من الساعتها قالوا لا الموضوع مش هيبقى بس دورات للاتحادات زي فوتور وولمبيك سويدارتي وكده حنعمل دورات بشكل يعني مكسف للإداريين وبدأوا يهتموا بموضوع الإداريين حشكيا بدأنا نشوف بعد كده فيه دورة سي الإداريين وبدأوا يخشوا في حاجات عمر الإداري ما كان بيأخذ دورات أبريكية زي ما كان كان أي حد بيقع فيه يحجز أوتوبيس أو يحجز ملعب أو كده كان بيبقى إداري دلوقتي الإدارة علم زي ده زي التدريب انت عشان المداري مش ممكن انت بتاع بكرة كويس والدارة بيس يكون عاكش هادات صحيح رخصة ومتاع المساج وكل واحد فالإداري أصبح أصبحت مهنة وليها مؤهلات مش أي حد دي فعملوا استحيصوا حاجة جديدة الفيفا طبعا الفيفا ما هيش جامعة فمش ممكن تديك شهادة أكاديمية فعملوا زي أجريمنت عمل زي التفاقية شراكة مع جامعة نيو شاتل عملوا حاجة يسميها المركز الدولي للدراسات الرياضية ده في نيو شاتل وده بيعمل دراسات منكسفة في فترة محددة بيتديك ست الأساسيات للإدارة للمنطقة برضو بشكل إقليمي فعملوا دي بتعملوا مع الجامعات واخدوا جامعة القاهرة في المنطقة بتاعتنا تلاقي معنا السعوديين القطرين فالدورة دي بتديك في فترة سيارة أكثر آخر بتوصل لي العلم في مجال الإدارة وفي حاجة تاسمها فيفا ماسترس بس دي مش دي ما احنا بعيد عنها فطبعا في ياس كتيرة جدا تخرجت منها كوادر كتيرة جدا دي يمكن الثاني كانت نفعل لـ 14 كوادر كتيرة يعني كابتل وايد عطار المدير التنفيذ الاتحاد عندي في نادي أي ناس كتير أمير توفيق زكريا ناصف دكتور راني علواني ناس كتير ناس كتير في كل نادي وفي نادي الزمالك وكابتل خالد لطيف لا فيه سواء إعلاميين أو إداريين فيه ناس كتير في كل المجالات وفيه اقبال كبير على الدورات هو اقبال بس أصبح عشنا عاد محدود عشنا عادي مثلا مية مية وعشرين وبيجينا سبعمائة وامنمائية فبيحصل عامية يعني يعني مش تنقيق عامية يعني غاربالة كده لغاية لما نشوف أكتر ناس شغالة في مجال الرياضة أنا دي مش دبلومة حد عايز يتعلم الرياضة دبلومة حد يمتهي المية إدارة رياضية وعايز يحسن المستوى يعني طبعا حيك تفضلت واستقبلت الفوج اللي كسب تساسعة ودي حاجة تشرف لأن دول زي ما قلت حياتك في المداخلة أن دول أصل عامر ده بالذات كان معايا من المتطوعين كنت ماسك مدير إعلام السادة القاهرة في بتورة أفريقيا كان هو معايا في اللجنة الإعلامية وكان بتحس وبرضو عنده أفكار فلما داخل البروجرم داخل الامتحان حتى ما قليش أنه بيقدم عشان عايز ينجح من مجهوده ونجح وكان مشروع التخرج بتاعهم موضوع تطوع لأنهم كانوا متطوعين كانوا بيعانهم حاجة كتير والموضوع نجح والفيفا كرمتهم وروحوا هناك فدي بتحس قصة نجاح وزي ما بقول دايما الخارجين ببرنامج دول لو تم اعتمد عليهم في الرياضة هنا عندنا هتترفع رفع كبيرة جدا هنروح متاء أعلى بكتير بس نسق في الشباب لأنه لديها برضو مشكلة أنه بيكون حد صغير بتحس أنه صغير لا موضوع علم أكتر مظبوط لا إحنا ما شاء الله يعني الناس في العالم كل الوقت بتشتغلوا عندها 22-23-24 سنة يعني وبيبقوا فأماكن كبيرة جدا بس أحنا لسه عندنا بس كان يعني خدنا خطوات فيها يعني أنه الشباب زمان ما كانش ليهم دول قوي بس الحمد لله واخدين أنا أعزونا حكا الحاجة بديدة كنت قاعد مع المسؤول تعال فيفا اللي جاء وقت الاختبارات الأسبوعين بيقولي إن بدأوا دلوقتي يعملوا دراسات المترجمين إن مش أي حد مترجم ممكن يشتغل مترجم رياضي زي ما بتعامل لأنه تعالى المشكلة لأنه كتير عندنا حاجات لو كنت عارف كنت جبت والله معايا فيديوهات كتير جدا مشاكل بره بتحسب في الترجمة في أندية كبيرة بسبب مش فهم المعنى لأنه حاجة اللي بيجي ده بحب بيعرف لغة مش راضي كن بيعرف لغة يعني أنا أبتكلم مع عربي مش هقدر أترجم لمدارب كريكت صح ما ينفعش ما مش فهم اللي بتخصص مصبو فأي حد بيتكلم لغة بطلاقة ده هاي لانت حضرتك يعني بص أرجوك عرفني كمان الناس اللي بتاخدوا محلاج أنا هقول لحياتك يا بره وبدأوا يعملوها ومشألا فوت حياتوا يتطبقوها حيالين عشان دين نقطة كتير الناس متعرفاش يقول لك مثلا إيه المترجم ما كانش كويس ده هو المترجم كويس جد هو أشتر الشطار بس هو مش فهم اللعب مش فهم فيه مصطلحات مثلا في قرية القدم ممكن المترجم بيبقاش عارفها في هادية اللي بوك أنا اللي فاتني في شغلي طبعا كنت صحفي وكنت بناس اللي كيب وفرانس فوت بول واشتغلت في الكاف فترة وكهاشتغلت في الفيفا فترة طويلة فأنا يعني مطلع صحيح في بعض المترجمين هما كويسين في اللعب ومش زنبهم على فكه هو زنب اللي اخترهم مظبوط مياه يعني هو أصلا جاي وشغلي جاي له وحاول اكتهد فيه ومعرفش دكتور عمر أنا حقيقي قبل ما كنت شرفت أنك جيت معي النهاردة الحالة أنت شرفت بيك شخصيا ومسوط جدا بتواجدك معي النهاردة أنا بشكر حلقة شكرا جزيلا ورب الأشياء لكم كان يتخفيكم مرتاح دكتور عمر شرفت النهار شكرا جزيلا لسه مكملين مع حضراتكم وبعد الفاصل ديف كبير وعزيز الكابتن الكبير كابتن دياء السيدة المدرب العام السابق لمنتخبنا الوطني خليكم يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى تقديمته دايما تقديمة صعبة عشان هو ديف صعب ديف مش سهل ديف على أي موزيح هو مش ديف سهل ديف سهد مين اللي هتسأله سهل هيروح مديك الإجابة على طول كده ويريحك ويخلصك من كل حياتك وتبقى الدنيا سهلك روضي صعب سياك بقى من هو ديف صعب روضي سهل هو اسم كبير في الكرة المصرية اسمه محترم في الكرة المصرية اسم له أراء مهمة في الكرة المصرية اسم له بصمات كبيرة في كل الأماكن اللي هو اشتغل فيها اسم كل الجماهير المصرية تحترمه كسيرا الكابتن الكبير كابتن دياء السيدة المدرب العام السابق لمنتخبنا الوطني يا كابتن دياء مشرف ومنور سعيد جدا بتواجدك معي الكريم أنا يعني أولا بهنيك على برنامجك شكرا عمل حالة حالة مختلفة فأنا قلتلك قبل كده في مداخلة تلفونية يا ربي خليك ضيوفك والزوم وعلى الشخصيات اللي بتجيبها وبتناقش قضايا يا ربي خليك آآ مهمة جدا بس أنا مش المدرب السابق أنا الأصبق لأنه في بعدينا جهاز جيه ما هو لسه لا استخدام ما تلعبنيش في اللغة من أولها هو لسه زي ما قلتلك صعب صعب حيبسكلك في الحق أنا أولا بحاجة لسه التالت ما جايش لا مش جيب علينا أهاب بجهازه ماشي فأنا باية الأصبق الأصبق خلاص انت صح أنت كده باية الأصبق أنا اللي بحسبتش أنا آسف لا لا مالحيبتش 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 أحسبه هم كانوا ثلاث مباريات بالزبط وبالمناسبة يتقلك إيه يتقلك أن قلوس كيروش بيبعث مسجات للمدربين المرشحين لتدريب منتخب مصر عشان يقول لهم ما تجوش منتخب مصر رأيك إيه في الكسة دي أنا رأيي ببساطة أن التسريبة دي آآ يعني ما جاتش في محلها لأنه ده أنت بتقلم قيمة مصر امه أو قيمة منتخب مصر اللي موجود معاه أحسن لعيب في العالم امه آآ موضوع مش منطقي وموضوع آآ عارف بلدي أوي حسين بلدي أوي حسين أوي تعرف أنا قلت يا سيدة كابتن دايا قلت لو حد دخل على الويكبيدي يعني المدرب اللي هيبقى مرشحة دي المتخب مصر يخش على الويكبيدي من غير مهد هيعرف أن في أخر المدرب يعرف معنا ترتفع لما بععد أتناقش منقشة جدة ما بين المسؤول عن التعاقدات وهو دلوقتي حازم وهو شخصية معروفة وشخصية مشهورة وبينواسل الاتحاد المصري وبعد أتعاقد مع مدرب أقول له لا أنا مش هجيلكه علشان كروش كلمني وقال لي أو عشان يعني حسن حسن أنفعل حازم أنه كدب ده بشدة وقال له ده ما يحصلش وما حصلش وكلها إما بنختلف على مديات إما بنختلف على بعض بنود أي حاجة زي أي تفاوض عادي بيحصل فيه منقشات وممكن يتفقوا أو ممكن ما يتفقوش طيب كروس كروش كان عنده اختلافات مادية مع منتخب مصر حاجة معلنة مع اتحاد الكرة حاجة معلنة أنت ما أعلنتش ده ليه لا أنا ما أعلنتش لأنه يعني أولا أنا ما جاتش عليها عقوبة دي عقوبة معين أنا اللي كنت هروح المؤتمر ده أصنع كنت أنت العشيل اللي باكم الكبير ده كان ممكن تبقى هي عقوبة من اللي الكاف جاية على كارلوس كروش المناقشة فيها وأنا أستحق أو ما أستحق إيش هو ده الجدل اللي داير بين كارلوس كروش والاتحاد المدر فأنا ما عليش أنا ليا مستحقات عائمة ده اللي أنا أصده وخد منع منع جاي لك يعني وأخدنا جزء وفي وعد أنه لما الحالة تتحسن أو يبقى حازم وعدنا حتى مسؤولي الاتحاد يعني قالوا على فترة على فكرة كل أنا كنت فاهم أن الجهاز الأجنوي كله لكن اتضح أن كلنا نماشيين بنفس الجدول يعني فكل فطبعا إحنا يعني ما فيش أي حاجة لازم ننتظر هتنتظر عادي أه طبعا بس مش مددق يعني لا لا الناس يعني مش مش هياخدوا فلوسك يعني مش هتحصل حاجة زي كده يعني أو ما حصلتش قبل كده في مصر يعني نأخدوا نرجع بقى ده دي زي بيقول المقدمة السينمائية اللي بنجيب من الآخر بس نرجع بقى للأول نرجع منتخب مصر مع كلوس كيروش حصل أداء معقول مش معقول على مستوى الأداء الناس كانت عايزة كونها ممتعة بس كان الأداء في نتائج جيدة نتائج مش جيدة رائعة إنك توصل لنهائي كاس الأمر الأفريقية إنك توصل لآخر نقطة في تصفيات كاس العالم آخر نقطة عصد آخر ثانية وإنت ترسل ضربات الترجيح وتخسل بضربات الترجيح وتشوف أسماء جديدة المنتخب مصر بتتضم المنتخب مصر كل دي علامات سريعة جدا في فترة قسيرة ما كميتش ستة شهور كويس إنك أنت بتقول بالضبط الفترة القسيرة دي إنك تعمل فيها كل ده فده شيء رائع إيه اللي حصل ليه ما قدرتوش تكسابه أتحاد الكورة أقولك إيه اللي حصل إنك أنت في العموم على الترابيسة على الترابيسة يعني ما عندكش الأدوات التحليلة المنطقية أدوات التحليلة المنطقية لازم تكون موجودة جوه للتحاد وحد التحليل تحلل كل أداء المنتخب النشئين ومنتخب الشباب وتبقى فيه متابعات وفي النهاية الأداء التحليل المنطقي والتحليل العلمي بتطلع سلبيات الفترة وإيجابياتها وبتحسب بتشوف أنا الفترة دي الجهاز ده ميسك فيها كان الموقف إيه قبل ما يمسك الفترة الزمنية كان فيها إيه معتوى الفترة الزمنية دي كان فيها إيه ووصلنا لإيه أنا بقول إنه التحليل المنطقي ده هيريح أي وحدة يعني وحدة التحليل دي لازم تكون موجودة في تحد الكورة في العموم مش عشان الجهاز ده بس في العموم لما هتكون في وحدة تحليل دين المنطقي القائم عليها ناس متخصصين بشكل كويس وتحلل الفترة بكل ما فيها وتطلع سلبيات الفترة كذا وإيجابيات الفترة كذا ده أنا بكلمك على أساس إنه إنه كل حاجة في كمسابقة وكحاجة من ثلاث سنين ماشى ماشى كويس ده مش مموض ده أنا الوحدة دي ده أنا بحطها كده بزرعها يعني صح كده عشان أقايمني بشكل منفصل عشان أقايم ست شهور صحيح اشتغالها كارلس كروش بجهازه في الفترة دي لو أنت ده عملت التحليل ده منطقيا أو حتى شفهيا لأنه ده مش موجود قردي أنا بطلب حاجة مش موجود لبقى أحلله شفهية إنه أقعد في دائرة منقشة ونحلل ده وعلى أساسه أخذ القرار طب أنا لو خدت قرار إنه ما فيش الجهاز اللي وصل بالتحليل هقولي إنه فترة جيدة لأنك إنت خدت ست شهور فيهم كل حاجة من البطول العربية للبطول أربع متشطس في الكاس عالم بعدين بطول العربية وبعد كده بطول أفريقية وبعد كده اللي ماتش الفايصل بتاع الكاس العالم طيب أنا لو ماشيت النهارده هل أنا عامل حسابي على بعد كده ولا مش عامل حسابي لأنك إنت بتماشي فترة فنية كان فيها جرعات كتيرة جدا من مباريات من أداء جهاز مع لعيبة من لعيب اللي بينفذ بيسمع جهاز وطريقة فنية وبتعود على حاجات كتيرة جدا بيشقق يشتغل عليها في الخلال الخمسة عشرين مباراة اللي تلعبوا صحيح أنت أخذ بالك فلما هتيجي تعمل كت للفترة دي لازم تبقى عامل حسابك أن الفترة اللي جاية وهي كانت قصيرة جدا وتبقى عارف أنت هتعمل إيه وهتجيب مين والفترة دي هيلحق اللعيب يعمل النقلة دي من جهاز لجهاز فنيا ومعنويا وأداءا وكل حاجة ده هيأثر حسابات إحنا بنجدها صعبة أنا بحس أنها بقول حاجة صعبة جدا لكنها هو ده اللي مفروض وده اللي هيسهل على المسؤول أن ناخد القرار والتقي انه أنا بس هشرحها بشكل بسيط لحركة قوله ده عشان ده شيء رائع جدا نازم الناس كلها تبقى فهمها أنه هي الكرة دلوقتي ما بقيتش بس أنت شفت المطش فأولت ده حلوة ولا وحش بغرافة لا لا شكلهم وحشين شكلهم حلوين لا فيه أرقام فيه استاتيستيكس وشفت الأرقام وتحليل لعب لاعب وتحليل طريقة لعب والمنافس كان عامل إزاي والمنافس هو مين ومش هو مين والفترات الزمنية عاملة إزاي الوقت اللي اشتغل فيه الجهاز عامل إزاي كل الحاجات دي بتخش في الترقيم هسألك في جمل شهيرة جدا بتتقال طول الوقت طيب ما يا جماعة ما منتخم مصر ده اللي عارف يكسب الكاميرون والسينغال وكو الدفوار وفي 2006 و2008 و2010 انتوا ليه خايفين من المنتخبات الكبيرة دي وليه بتدفع قدامهم ما تخشوا هجموهم وكسبوهم 3 و4 لما كنت بتسمع الجمل دي كان بيبقى ردك من جواك العايش في العملي غير التنظير في المنصات لأنه 3-4 المنصات رجعت في تغيير الكلام أنه كله اللي كان بتقال أثناء شغلنا كله رجعت جر إحنا أسفين أنه لأ وكان فيه شخصية للمنتخب وكنا بنعرف ندافع وكنا بنعرف نكسب آه مش كل حاجة كان كذا لكن فعشان كده بقول التقييم التقييم اللي أنت بتقول عليه ده التقييم الفعلي بالزبط للرؤية دي الفترة قد إيه هل تسمح بإنك أنت تبتدي تطور ولا هتاخد على قد المجموعة اللي موجودة عشان أنا بقول المجموعة هيقولك آه ما أصل زي ما بيتقلل قماشة بالعكس إحنا كان معنا لعيبة رجالة جدا وعملوا مجهود كبير جدا وفي لعيبة جديدة ظهرت في ظل آه مباراة كبيرة وكبيرة جدا كمنافسين يعني لكن هي المشكلة اللي ماشي على كل الترابيزات أو في كل حاجة أنك أنت ما بتقفش على الواقع بتاعك و أول ما تقف على الواقع بتاعك مش عايز تعترف به فتعمل إيه تستدعي الماضي صح ده أسهل حاجة على اللي قاعد أو على اللي بيشجع إنك تستدعي الماضي ده احنا 2006 و200 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 و2010 هقولك على حاجة واحدة بس كانت منتظمة تخلي كل ده مختلف كان فيه مسابقة منتظمة كان فيه أندية مستقرة بشكل كويس الأهلي كان مستقر الزمالك كان مستقر الإسماعيلي كان مستقر اللعيبة كانت بتأدي بشكل كويس كان فيه جماهير وكان فيه جماهير ويتلعب قدام جماهيرة أحكي لك على الرجل اللي قاله على عشور في الفترة دي يعني دي ده باند واحد أنا بقولهولك مش هدخل في مرقارنات لعيبة أبقولك على الناس فهم أن استقرار المسابقة ده حاجة سهلة المنتخب بياخد لعيب تمنين من دوري من الأندي وفيه استقرار في المسابقة ماشية بانتظام بشكل كويس وفيه تنافسية حقيقية المنتخب هيستفاد هو المستفيد الأول عشان بقى نستنع الماضي احنا كمان نفتكر الفرق الدوري في 2006 أو 2008 أو 2010 وفتكر إن كان فيه استقرار مسابقة وفيه جمهور وكان فيه وكان فيه وحاجات كتير جدا أقول لك على حاجة واحدة بس فضل الجمهور يقول لك إنه 2006 أو 2008 أو 2010 كان الأداء مميز جدا وكان الأداء كبير جدا عشان كوالة اللاعبين كان أفضل بكتير من كوالة اللاعبين دلوقتي أنت حاسس بالفرق الكبير ده ولا هي الظروف بس بص على طول الوقت مع اختلاف الأزمنة فيه فرقات باللعب فيه فرقات هي بتبقى إيه بتبقى أجيال صحيح والأجيال دي لأنا ولا أنت بنختارها نصيبك لأنا ولا أنت بنختارها لكن المهم الجيل بتاع إيطاليا دلوقتي ده مش جيل 2006 وجيل إيطاليا ده قابليها مثلا بست شهور أو بسوعة شهور فرقات بطولة أوروبا صح فيعني عايز أقول لك إنه الأجيال إنت ما بتختارهاش المواهب بتتوجد فيه جيل بتتوجد فيه لعبة في أكتر من مركز إحنا بقالنا خمس سنين الناس عملت بتقول فيه اتنين باكارات رايت طب فيه اتنين باكات ليفت طب فيه اتنين مش هو ده اللي بيحصل صح ده اللي بيحصل هو ده اللي بيحصل فأنت بتشتغل على حاجات كتيرة غير لما تبقى متوفر لك الحاجات دي كلها اللي انت بتتكلم عنها غير كده أنا بشوف من أهم حاجة استقرار نفسه الكورة وتنظيم مسابقاتها ولوايحها هو ده اللي 90% من نجاح الأندية ثم المنتخب لإنه المنتخب بياخد من نجاحات الأندية والدليل إنه الجمهور نفسها بتشكو من حال الأندية يعني بتشكو من حال الأندية ولما يروحوا اللاعبين لمنتخب مصري يقول لك إنه إزاي مداري منتخب مصري مش كواس كانت أصلا بتشكي منهم وبتشكي من اللاعبين وعايز تغيرهم وعايز تغيرهم وعايز تغيرهم ولما بيروحوا المنتخب بتقول فعشان كده الفترة اللي إحنا اشتغلنا فيها بشخصية الراجل أنا كنت أكتر حاجة بتسعيدني بعد ماتش ناجيريا بعد ما ابتدى الارتفاع والناس تتلمع المنتخب وشافت إنه الفرقة بتأدي بشكل كويس والروح عالية وفيه ثبات وما فيش خوف إن جزء كبير من شخصية المنتخب راجعت صح فدي مهمة جدا تبني عليها تبني على ده صحيح فده كان جزء اتعمل ومهمة جدا في فترة قلت لي إنه في حاجة الراجل قالها على عشور إمام العمام عنده كم سنة وإحنا بنعمل عشان هو صمم واختار إن إمامي هيلعب مانش النهائي سنغال في الباكرايت في إفرقيا كان نعمل حسابه على كامل بدري صمم وإحنا بنعمل الماتريكس قال لك إمام وعندنا معاه جلسات لوحدنا أنا مرة وشوق مرة وهو مرة فإمامه من نوعات اللعيبة ربنا يحفظه يعني عنه شخصية وجريء وكرته حلوة فإيقدر يستخدمها والراجل شاف وصمم عليه بشكل كويس فقال لإمامه عنده كم سنة كان هو يقول عليه البوي على طول يعني عشان صغير فقال طيب ده أنتم تلعبوا من غير جمهور من سنة كام ينهر أبيان قلت له بقى من كتير قلنا له يعني من الفين واثناشر الفين واثناشر فقال يعني ده كان عنده كم سنة وآخر سنة شاف فيها جمهور كان عنده اتناشر سنة كان كل حاجة بيحسبها في دماغه تفاصيل مهمة بالنسبة في حاجة حستها بشكل واضح أنه في لعيبة كان بتلعب مع كالوس كيروش مختلفة تماما عن لعبوهم في الأنداء يعني عبد المنعم الوينش عمر كمال عبد الواحد امام عشور حتى مران حمدي وحتى التغييرات التغييرات اللي كان بتتعمل كان بتتعمل بقلب جامل ماتش المغرب لما يتصاب الجنين وينزل صبحي ما فيه ايه الله صبحي اه ايه اللي بيخلي بقى كل اللعبة دي تبقى جاهلة في أي وقت طريقة تعاملوا برا الملعب مع اللعبة طريقة المعنويات الاستاذ في الشرح وطاقة المعنويات اللي بيديها بامثلة يعني ما بيديش كلام مرسل كلام بقى مثلة حقيقية كلام بقى مثلة ده حصل كذا زي ايه؟ يعني يعني مواقف ده انا حصل في ريال مدريك كان كذا وحصل كذا 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 ده انا حصل في منشستر انا كنت في ماتش في جنوب افرقيا وحصل كذا 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 انا تخيل انت لعب بيحكي لك بمثل مثل بيشبهك بديبقى يعو بيقول لك في مثل ديفي بيك همقصوله ايه؟ اه 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 وكان يقول لهم فيه خاف وما تقلقش فيه لعبك ده فيه في اللعب الفلاني الفلاني في معقف كذا كان بيعمل كذا ما كانش بيشوت مش عارف ايه حاجات كتير اسماء كبيرة بقى اسماء فاللعبه خلاص بقت تسمع ومصدقاه وكان ده بيترجم جوه الملع من ارتباطهم وتجمعهم مع الراجل في التجهيز واحنا بمساعدتنا معه كان الرائع لما انتو كنت بتيجي وتختاروا قائمة لما انتخف في معسكر في بطولة انا كنت اسماء انه كل واحد في الجاز الفني كان بيبقى حاطة اسماء حاطة ليست كده باسماء وبتعودوا وتتنقشوا فيها بيطلع عنا بيطلع عنا كل واحد يعني اهو كان الامعك كله لا كانت كنت ترى بيزغى والماتريكس في ايدك وبتحط وانتشوه طب ده لأ ليه عايز تشيل ده اشرح طب في حاجة اختلفنا عليها الاتنين محللين قاعدين اولي احسان حطي اليدك هنا كذا ونشوف نتفرج مع بعض على مواقف معينة فيقول لا عشان كذا مش هنعمل دي وعشان كده مش هناخد ده او هناخد ده طب ده نأجله الفترة لا الفترة دي محتاجة ده لا يعني كان كل حاجة بحساب طيب يعني انا برده حسب معلوماتي فيهمت ان الاستاتيستيكس دي اللي طلعت الارقام اللي طلعت دي هي كانت سبب الاستبعاد مثلا لعب كبير عارفين ان هو لعب كبير زي افشا شريف طريق حامد انه مثلا انتو اكيد اختلفتوا على افشا اكيد مش شرط حرارك بس اكيد في الجهاز الفني لا فيه ناشات على لعبك شريف مفهوم اه والتغيير اثناء البلاش ده لا احط ده منها تغيير الشريف الشهيرة اللي نزوله وطلوه حصل ايه في التغييره دي حصل ايه حصل ان هو اطرد في المنورة دي اه تمام وخلان انا على الدك اطرد دخل قد اللبس وقد اللبس فيها التلفزيون بالعكس الماتش اللي خده اقاف في النهائي اللي انا كنت واقف فيه على الخط وهو كان في المدرب فيه فكان مع المترجم بي معاته ليه تعالا فاروح داخل قد اللبس زيدي تعليمات شوق زو زقنا شوقي لقدام عايزين نعمل كذا 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 تمام فجات في التغييرة دي كان فاضل تغييرها كان فاضل تغييرتين وقلنا ننازل زيزو احنا عاملين حسابنا في ضربات الجزاء متجهزة من بدري طبعا فقال لا انا احس ان شريف هينزل يجيب جون شريف هينزل دلوقتي فاضل 10 دقيق في الاتشوتل الرابع هيجيب جون خلق ما تقدرش تقول له مدرب حس الاحساس ده سعد بيبقى صادق يعني ومش وقت اختلاف اوي يعني فالوقتي جرينا دهلي قال لي عندنا دامج نغير مين قالت له قال لازم زيزو عشان هيشو دربات الجزاء فقالت له اخو هنغير مين فقال لي رمضان قلت له رمضان كان نزل وكان كويس ورمضان كام من اللي بيشوه دربات الجزاء قلت له رمضان في اللي ستة قال لي مين مش في اللي ستة قلت له مفيش غير شريف قال له اوكي شريف وبعدين بقى نتكلم مع شريف وخلاص شغل ناحية عملية خلصنا واول هو بعد ما كسبنا هو جيري من جوه جيري على شريف واعتظر له وحضنه انا رحت المؤتمر لانه هو كان مطروت قال لي اول حاجة تقولها في المؤتمر تشرح موقف اللي حصل لشريف وتقول كذا وكذا وكذا تشرحه بالزبط يعني واعتظر في قط اللبس والدنيا والشريف بصراحة ما خدش وقت كان مضايق طبعا لكن ما خدش وقت كتير الفرحة والمكسب لكن الحاجات دي بتحصل فكان فيها مدولات ده بيحصل في المناقشة الماتريكس نفسه او القايمة اللي احنا بنشتغل ما بيبقاش فيه اختلاف كتير طول الوقت فيه اتنين لعيبة كله دواعي فني مفهوم فيه اتنين لعيبة دايما مش مفهوم عن ده والله مفهوم بس فيه اتنين بالعكس على فكرة من اكتر لو شفت لي ساعتها يا كابتن دي لا لا اعلم على تويتر تحديدا في قصة محمد شريف دي قلت المدرب عمل الصح ما في النهاية هو اخده لبعض الوقت وشريف مش هشوت ضربات جزائق فهو لازم يضحي بواحد وخاص دي اخذ دي فيه شغل الزع الممنوع ما فيش منفق غاص بن عني وعنه وشريف تقبل وتزرناله وتقبل ده والامور مش اتياه انت واخد محمد شريف وهو هداف الدوري والنحاء التانية فيه مروان حمدي اللي هو كان بيعاني شوية مع نادي الزمالك مش اسم كبير كمهاجم في الكرة المصرية مصمم على مروان حمدي والعالم كله يتحدث والعالم كله يتحدث ان محمد شريف هو المفودي يلعب من ديوان هو مصمم على مروان وشايف فيه مميزات هتبقى ممتازة وشايف فيه انه كان دايما يقول يعني في اساس الاختيارات كان دايما يقول اوعى وانت بتختار عينك تبص الان دي انت تختار اللعيب اللي يصلح لمنتخب مصر احنا هنا منتخب مصر كل الاندية لها احترامها والاندية كبيرة بخبرات لعبتها لها اولويات في حاجات لكن فيه اختيار هو من ضمن الحاجات اللي كان شايف انه مروان رايح لحتة كبيرة طول الوقت شايف انه رغم انه مروان عمل معانا الى حد ما لكن مش المستوى هو مخلي حالة جدل صح لكن طول الوقت عنده صحف في مروان طيب انت اكيد كجهاز فني حراك عدو في الجهاز الفني وباقي الاعضاء الجهاز الفني كنت بتسأله انت شايف ايه في مروان واحنا شايفين مثلا ان محمد شريف ممكن يعمله اكيد قالك السكيلز او المهارات اللي عند مروان مش هقولك هقولك ليه مش هقولك هو قال حاجات كتيرة احنا مقتنعين بيها يعني وكلها مقتنعين بيها وموفقناه في الرأي في الاخر في النهاية احنا جهاز واحد التفسير عندنا دايما خاطئ دايما ما هو في موضوع شريف وقفشة مين اللي كان بتشتي من الجهاز المعاون طبعا ما تقولولو ما تقولولو هو ما عرفوش هو انتوا قاعدين خيال ما يادل دايما ديوف جمع هو انتوا قاعدين ايه مش واخدين بالكم ان حاجة ماشي عام فعادي هو قلنا له قال ما تتشت مين مشكلة هو عمري فيه اتفاق على حاجة لكن ما فيش اي مشكلة عشان كده لما كان بتسئل في المؤتمرات الصحفية كان بقول ما حدش تكلمني على العين كلموني على منتخب مصر حدش تكلمني على أندية تكلموني على منتخب مصر احنا هنا انا بتكلم على كل منتخب مصر كل الناس تصلوا وفاجدوا المررات دي مش هاخدوا المررات الجاية هاخدوا اللي بعد يا وهذا حصل ما أجوش وبعد كده جم تاني كده يعني عايز اخدك في حتة فنية او اربعة ترياتة اتراية اللي كان بلعب بها كارلوس كيروش هي خطة غالبا المنتخبات الكبيرة في العالم او الفرق الكبيرة في العالم بلعب 4-3-3 كان في جملة شهيرة بتتقال تايباً في كل الأماكن في كل البرامج وبتسمع حضرتك وبتسمع عند الناس هجماعة اللعب المصري بلعب 4-2-3-1 لازم تحط لي صانيق ما هو ده اللي انت وزمالك اللي بتفرضوه انت وزمالك اللي هي المنصات والستوديوهات التحليلية أنا في آخر 5-6 سنين أنا بحسيت إنه إنه كلمة رقم 10 دي أهم حاجة في الكورة في الأكل والشرب فبتدلعوا اللعيبة اللعيب اللي لما يبقى لعيب كبيره على المستوى الدولي لما بكون أنا ما أغيرش مكانه مثلاً من فرود لسردباك هنا تنقضني وتشرحني انت واخد بالك لكن لما أتكلم على العيبة نص الملع أدوار لما أتكلم على العيبة نص الملع ليه ما تلعبش صحيح أنا بغير أدوار ليه ما تلعبش ليه ليه فأنت بتيجي على الجهاز وبتيجي على الناس عشان تدلع اللعيب ما تدلعش اللعيب اللعيب لازم يتأقلم ويعرف انه لازم يقدي دوره طالما هو لعيب كورة كويس أنا بكلمك على دايرة نص الملع ما بكلمكش ان أنا مثلاً بجيب أفشة أقوله انت هيلعبك رايت عشان انت بدني عالي وهتزحلق وهتعمل لا ماودش كده في منطق في التغيير في منطق حتى في منطق شكراً انت قلت أفشة عشان أنا كنت هسألك أفشة فكنت هتقولي لا ما تقوليش أفشة لا 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 أفشة خب بالك والله أفشة بيلعب لأربعة ثلاثة ثلاثة كويس بس هو من كتر ما برضو اللعيب لازم دماغه تعلى شوي الكلام دا أفشة حبيبي بنقوله لغيره لأنه انت لازم مع التطوير تتطور يعني انت يا نمر عشرة يا بلاش ومسلمين لما لاب أربعة ثلاثة ثلاثة أيوة مثلاً لما تقدي وحش مثلاً في نمر عشرة هيعزروك ما هيقول أنت وحش برضو لكن لما تتعود على الطريقة بتاعة المدرب والمدرب شايف ان دي قفية حاجة للتيم وان دي هتفيدي التيم في جوانب كتيرة جداً انت لعب كورة انت المفروض انت تأقلم على دا مش انت تيجي تقول المدرب ما بيلعبش اللعبة في أماكنها عشان من عشرة لثمانية صح انت فاقي فاهم قصدي لا احنا أحياناً بنعلي اللعيبة على المدربين مش صح مش صح معين تسعين في المية من المنتج مش بتاع الكورة بتاعنا احنا بس بتاع كل لعبة العالم تسعين في المية من المنتج الكورة من اللعيب هو اللي بيجري هو اللي بينفز وهو اللي بيسمع اللي بيتقال وهو اللي بيركز هو اللي بيعمل لا وكنت عايز حباك باك كامل دي كمان انه كلمة رقم عشرة دي اصلاً مش موجودة في العالم يعني لا برجع مش عايز اقول اللي هو اصطنع الالعاب هيقولك ما هي موجودة عندنا هي ماشي عندنا دي عام لأ لما فيه تطوير او ناستطوش وبعدين تطوير مش مزعج مش تطوير اللي هو زي ما انا بقولك ان انا بغير مركز جبار او حاجة بعيدة خالص على المواصفات السردباخ مثلا انا واجيب واحد فرود او واحد اقوله اعمل دي لا انا بتختلف طيب هنكر اقولها لك بحتة فنية تانية واسمحلي اللي انا اقفت شوية كابتن دولي اقفت يا انت رقم عشرة حبيب قلب لا ما رقم عشرة موجود دلوقتي رقم عشرة رقم عشرة رقم عشرة رقم عشرة رقم عشرة رقم عشرة التمانيتين تايما فاربعة ثلاثة ثلاثة في اي حتة في العالم لهم اختصاصات ولهم ادوار ولهم مهارات كثيرة عشان تلعب اربعة ثلاثة ثلاثة لازم اتنين التمانيت دولي بقميزين عندك دفاعيا وهجوميا طبعا المفروض ده حسين احنا وده احنا كنا بنشتغله من البطول العربية صحيح ما انا هكمل لك حسين ان الخطة دي مش راضي تتترجم هجوميا بسبب الاتنين التمانيت محتاجة وقت فكاد بتاخد الصفة الدفاعية اكتر صح كده طبعا عشان كدراتي اللاعبين طبعا عشان بس انا مش عايز اقول كدرات اللاعبين مش بقول وحشة انا كدراتي دي اتعاود احنا اللعب بتاعنا عشان تطلعوا من اللي هو متعود فيه تطلعوا كده لازم بالدم عارفش محمد بسويلا ما هو مسج في الارض بالعافية هو مسج فاللعب بتاعنا عشان اللي هو الحاجة اللي متعود عليها عشان تأقلمه وتشغل معانه هقولك على حاجة كلام ده حصل انا بحبش اقعد اقول الفترة بتاع بفايلر حصل في الفترة شكل كويس صح ليه بقى المدرب الوحيد اللي جدنا للأهلي خد عمل فترة قادة فخد وقته في الشغل اللعبك هتقهد شوي اشتغل صح فهي محتاجة وقت انت بتحبش تقول فترة بفايلر دي دايما عشان مسلماني ولا عشان لا لا يا مسلماني فترة اشتغل فترة ليه ايجابيات كتيرة جدا 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 اللي بحبїها لا أصله انا بحبش استدعو الماضي آه اوك مابحبش انا عايز امشي القدام عايز امشي القدام مش معقولة كل ما نتزНق نستدعو الماضي طب والماضي مش هيجي مش هتمشي صح مش هيمشي لا انت هدفع الناس انها تتقدم يدفع الناس انها هتتعلم اذا إنها هتمشي في الجو اللي قدام الواقع الجديد هعرف الجونا الشهيرة اللي كنا نبقى من نتخلم معنا لها بتاعت إحنا حضارة 7000 سنة حلو إن إحنا حضارة 7000 سنة ماضية عايزين نبقى حضارة 7000 سنة قدام حلو إن إحنا عندنا تاريخ كويس بس يبقى عندنا تاريخ تاني لازم تمشي لقدام طول ما انت عملت السرع الماضي هتلاقي فيه ناس جاية تسبقك ناس جاية تسبقك عملت السرع في الماضي وتقول إحنا كسبنا الثلاث بطولات بالمحليين ماشي ده معناها إنه لما يبقى عندك عشرين محترف مش هتكسب تكسب ما هو إنت عارف معناها دي لما تقول إحنا جماعة عايزين الناس تحترف سهلوا الاحترار يقولك لأ ما إحنا كسبنا ترجع كسبنا ماشي يا سيدي كسبنا المحليين لكن القعدة الناجحة إنه يبقى عندك كم كبير من اللعبة المحترفة زي سنغيال 23 محترف زي ناجيرة 23 محترف زي بوركي نافس وزي قيمة المنتخب 23 بس هم عندهم 500 محترفين عندهم 500 إه إنت بتختار إنت كمان كمداري منتخب إنت فهم قصدي التفكير اللي بيعطل الناس صح؟ أو اللي بيعطل اللي عايز يشتغل صحيح؟ إنت بتضغط إنك لا هي بالمحليين طيب يا عم عشان كده النهاردة تلاقي تريز جيه عشان طموح اللعب وهيلعب في بطولة أوروبا مع نادي ترابزون بيروح ب4 ونص مليون استردين تيجي تقول إيه ده؟ ده النادي الأهلي مثلاً أو النادي الزمالك أو النادي فيوتشر أو النادي فاركو عندهم أجانب بتسمع كم أرقام مريبة أرقام مريبة طب ليه؟ طب إحنا بقى صح؟ لا طب ولا إحنا مش عارفين إحنا بقفين فين؟ صح؟ فهدي بمناسبة المحترفين ليه الجملة الشهيرة ليه ما عندناش محترفين كتير في أوروبا؟ هل ده سببه؟ فقط إنه إحنا كأنديا مصرية ما منرداش نسيب اللعيبة؟ ولا سببه إن إحنا فعلاً فيه مشكلة عندنا في القولات إنه ما يطلعش أوروبا؟ فرح أنت عندك اللعيب تفكيره متقوقع وجات لنا للمصيبة بتاعت السوشيال ميديا فبقى حاضن التليفون وحاضن الأراء اللي موقودة المسطورة العظيم وحاضن التريند على أول خلاص هو عظم ناب التاريخ وحاضن فمزنوق في فثقافته قال العملت إيه؟ طيب يا سيدي عندك لعيبة كبيرة اشتغلت بنفسها محدش راتب لها لمنظومة احترافية عملت حاجة لصلاح ما عندناش منظومة احترافية ولا منظومة أندية ساعدت في حاجة ولا حاجة إنت أخب بلك إنت عايز إيه؟ وهو ما تبقاش أنا بسهل وإنت مش عايز تلعيب فهي تفكير بقى العموم تفكير صغير قد كده صحيح إنت إيه رأيك؟ نفتح الأجانب في مصر في الدولة المصرية أو نقفل؟ أنا ما عنديش مشكلة في أن تفتح لأنه اللعيب الكويس هينور في وسط أي حد وخصوصا إن إحنا ما بنجيبش أجانب واو يعني يعني إحنا بنجيب أجانب يعني على الليفل قليلي صحيح فسابعة زي خمسة زي ستة إحنا عندنا النادي اللعين اللي يبقى له خمس سنين بيجيب أجانب بيمشوا كلهم صحيح فعندنا مشكلة في عملية السكاوتينج والاختيار دع سيوي يتقلك إنه لما هنجيب أجانب كتير في الفرق المصرية كيف بنأثر على منتخة مصر والله اللعيب الكويس هيبقى موجود على اللعينة لكن إنت لو جبت ليفل كويس الدوري هيعلى بالمصري هيعلى كمان الله عليك طبعا هيعلى نعم ما رسمع رويدة لا هيعلى هي مش مسألة عدد هات أجانب كويسين واعلى باللعب المصري هتلاقي بعد كده كمان إن أنا لو عندي فرصة أهلي أو زمالك إن أنا أجيب مجموعة أجانب كتير تحديد الأهلي وزمالك إنهم اللي بيدفعوا أكتر يعني أجيب أجانب كتير فأنا بقى عندي فرصة إن أنا أسيب اللعيبة بتاعت المصريين يحترفه في أوروبا ما هي استراد وتصدير بالضبط إنه أنا لو فضلت تقولي ما تجيبش أجانب فإحنا كلنا عمليات خانية على اللعب المصري هي أوسع الدائرة هو يسيب المصري وتاخد منه فلوس حتى لو جزء مش مش باللي أنت ما بتديره مش صح يعني وهاد اللعيبة الليفل كويس الليفل في السعودية الليفل عالي عشان كده تلاقي الدورة عالي صحيح والدورة قوي وخلص آخر ماتش ده ليفل عالي أنت واخي بالك والسعودية خلت أسيا وراحكس عالم يا منتخبه ما تأثرش آه في ما تأثرش ممكن لأ ده مصطوع اللعيبة عالي انت واخت بالك منافسات قوية صحيح لسه بكملين هذا الحوار الممتع جداً مع الكابتن الكبير كابتن دياء السيد المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر بعد هذا الفاصل خليكم يا أهلاً بحضراتكم مرة أخرى لسه مشارفني ومنورني الكابتن الكبير كابتن دياء السيد كابتن دياء قلت لي قبل الفاصل أنه محمد صراح كان بيلعب دور عظيم جداً ومهم جداً جداً معاك وجهجاز فأني كمساعد لي أنه يحوط على اللعبين وأنه يحفز اللعبين أنا كان بقالي فترة ما تقابلتش مع صراح في معسكراتي وبعدين شفته بقى كقائد كمان كان يدور كبير جداً مع اللعيبة ومع مساعدتنا في المعنويات بتاعت اللعيبة الكلمة اللي اتكلم فيها في المؤتمر قبل ماشي صح اللعاج طبعاً كان شايف اللعيبة فيه فيه كلام ومتأثرين صحيح والوقت ده كان الهجوم كان مبرر طبعاً لأن احنا كنا سائقين جداً في الدور الأولاني ماتش ناجير يا تحديد يعني كنا متوسطين في السودان وغينيا لكن هو كان شايف أنه احنا محتاجين الدفع دي واللعيبة كانت محتاجة ده لا ساعدنا في مواخف كتير مواخف مع اللعيبة مواخف بعد ماتش سحل العاج ما أصل زهو شوية والناس كانت فاكرة أنه ماتش المغرب أسهل من سحل العاج وده حقيقة على فكرة دي من أقوى الفرق أقوى من كل اللي لعبناهم السحل العاج كودفوار أقوى من الفرق كلها بس اللعيبة مغرورة كودفوار بعد ما كذبوا الجزائر نازلين مغرورين شو؟ طيب بالمناسبة مباراة السنغال سواء في كاس الأهم الأفريقية أو حتى المباراة الأولى والتانية في تصفات كاس العالم اتقال إنه أنت ليه ما كانش عندك ردة فعل هجومية؟ مباراة الزياب كنت بسجل عدف تم تسجل التاني وأنت في الكاهرة وسجل التالت لا سمعتم؟ طبعاً وإحنا كنا نتمنى ده ومباراة العودة أنت دخل فيك جون كان فين رد فعلك بعد ما دخل فيك؟ طيب فيه رد فعلك في الشوت التالت والرابح زيزو ضايع قرتين ومروان ضايع واحدة لكن أنا بشوف إن إحنا التالت ماتشاط قدناهم بشكل كويس كسبناهم واحد وكسبونا واحد وبعدين ضربات الترجيح اللي هي خمسين خمسين كان لازم طبعاً أقل أقل لإن المنافس قوي جداً جداً يعني لا ما فيش عنترية وما فيش فتحة صدر بس أنا اللي وصلت له بالواقع ده حاجة كبيرة يتبيني عليها للي جاي أنتو أخب بالك أنك بقى فيه ثقة أنك بتلعب كل النجوم دي وبقى وصلت معهم لدربات ترجيحة يعني في النهائيتين النهائيين وصلت لدربات ترجيحة الشكل الخططي بتاعنا كان شكل محترم وحتى إحنا قلنا في السوداءات والكلام ده كله عادي مسلسات بتتعامل حلوة دفاعية وفيه شغل حلوة تكتك فيه حاجات واضحة فيه شخصية واضحة وفيه شغل فني معروف إيه اللي بيحصل حتى لو مش عاجبك ومش ممتع بالنسبة لك بس أنت فاهم اللي بيحصل فيه تحفيز حاصل في الملعب بشكل كويس بس فيه بقى التفاصيل المهمة نجي نستلم ونسلم بنتخض نجي نطلع بالكرة فيه أوقات مش كل الأوقات حصل نجي نطلع من الكرة نا مش ماشي حصل حصل أنا بقولك نجي نطلع بالكرة من الملعب الدفاعية مش عارفين نطلع بالكرة متحصرين مش عارفين نوصلها لدناحية الهجومية في المقابل المنافس اللي بيلعبك كل حاجة سهلة كل حاجة مش بقولي نهو بيوصل لك بسهولة فرق قوة لكن برضو كان فيه توتر زيادة لماذا؟ وكان حرص على عدم انه يدخل في الجون يعني انت فاهم كان فيه حرص عشان كده أنا بقولك ريئتنا في الفترة دي كانت تباني انها دفاعية أكتر كانت واخدى الوظائف الدفاعية أكتر لكن انت ما تقدرش تدي الجرعات كلها مرة واحدة مع منافسين احنا لعبنا خمس منافسين الأقوية هم بتوع أفراقيا وكلهم بواطئ بواطئ واخد اتنين في بطولة العرب صحيح ويزايرو وتونس صحيح فالمرحلة دي المرحلة اللاحقة بقى مش عايز اقول كان لانه خلاص الموضوع انتهى هي تقسيمة الكرة تقسيمة العمل بدعا كرة القدم اللي بيحتاج وقت كده انت جاي بتبني شخصية المنتخب بتبني بعض الانتصارات وصلت الانهائيين كانت حاجة جيدة لانه خب بالك انت كنت عايش انت هنا في مصر واحنا في الكاميرا يعني انا سمعتها حتى من الاعلاميين احنا مش عايزين اكتر انت بعد ما انتش كدفوار احنا كده الحمد لله كده مية مية الحمد لله اللعيبة اللي عملت ده صح تغيير النغمة من انك تطلع وانت راضي من دور التمانية او من دور الاربعة او من دور ستاشر انك تطلع وكل الناس راضية بهذا بدا بدا الى انك لازم تاخد البطولة اصلحنا فالفين وستة الفين وستة ارجع فوقعنا في المشاكل الجدلية وقعنا في المشاكل الجدلية فعايز اقولك ده التحليل المنطقي اللي انا بكتلمها جيل العظيم مع الكابتن حسن شحاتة جيل منتخب الشباب العظيم مع الكابتن حسن شحاتة ابتدى يشتغل كتير كتير لحد ما وصلنا الال2006282010 وده كان النواة اللي كسبنا بها هذه البطولات مع الجيل بتاع الكابتن شاوء غريب قبليه طبعا اللي بالنواة دي اضرب الكابتن شاوء غريب منتخب مصر بعد كده بعد الكابتن حسن شحاتة ودلوقتي النواة بتاعت منتخب مصر فيها احمد حجازي فيها محمد النني فيها محمد صلاح فيها عمر جابر فيها آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ الاولانية ورغب ان انا شايف ان انا قادر يعني وبعد كده تجيب براحتك وتبقى بالدنيا براحتك وانا كنت هشتغل بنفس الرتم اللي كنا شغالين به ومعاك عصام ومعاك شوقي وانضبم تاني ومعاك المعللين وانا اشتغل بنفس الجرعة بنفس الجرعة جرعة الشغل بقى القاتل اللي احنا كنا بنشتغله اللي انا تعلمت منه حاجات كتيرة جدا بالمناسبة وكاد هتمشي وتعدي الفترة دي واعمل اللي انت عايزه بعد كده انت كابتن ضياء مهاراتك الشخصية بعيدة عن الفنيات حيث ان انت ما عندكش المهارة اللي هي بتاعت انه اجماعة انا موجود شهادة وفاة بابا مش محتاجة مهارة انه ليه الناس مش شايف على فاكرة مش بتكلم على الفترة دي بس انا بتكلمك حتى من ايام بوب برادلي لما مش بوب برادلي ما عندينش المهارة دي ما عندك شفت اعترفت 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 بصول ايه بقى هي المهارة انت اللي تقول لا ما سألا ما انت وطري ما عندش المهارة لا لا ما عرفش لا تبقى يعني كل حده ليه دماغ في اختياراته بس الطبيعي انه الراجل معاك جيل ده كله بتاعه وفاة مفوض يشتغل بيوم شوان فيش اجيال بتاعت حد هي لعيبة مصر وكلها طبعا طبعا قدوا اكتر فترة معايا وطلعين معايا ويعني شافوا او انا شفتوا منهم كل وساعدتك انهم جزء كبير منهم مستمر بشكل كويس لو عارض عليك تبقى موجود في جهاز فني جديد لمنتخب مصر اجنبي مش هيجبوني لأ ليه لا انت عملت ايه لا ما عملتش حاجة بس الاتحاد مش هيجبنا انا يعني لما الراجل طلع طول الوقت بيقولوا غير جمعة وضية وشوئي غير ضية وجمعة وشوئي طبعا هيجبوني دلوقتي يعني انت دلوقتي شايف انه هما مش هيجبوك لا لا مش هيجبوني طبعا انا عارف لا انت عارف اين مزعلهم ممكن اكون مزعلهم بس ماعرفش مزعلهم في ايه مش عارف تصريحات وتمنى انا ما نكون انا محيبش هزعل حد اه اتمنى لو حد ازعلني يا عم ارجوك ما تزعلش انا بقولắt على الهو يعني لو حد ازعلني مني في حاجة ارجوك ما تزعلش عشان هتشتغل في المتخب الجهاز الجاي لا 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 مش عايز أشتغل لا انا مش هشتغل انا بعلن ان انا مش هشتغل في الجهاز. اصلا. اه لا. انا بقول لي انا بحب مش حد يزعل مني. انت عارفني. انت صاحبي. طبعا. طيب. انت بتقول لي انا بعلن ان انا مش هشتغل في الجهاز. انت قلت لأول عشان مش عايزين. طب لو عرضوا عليك. يعني خلاص هم دلوتي مزعين منك وعرضوا عليك تبقى موجود. ما اعتقدش. مش عايزش اشتغل دلوقتي في الوضع ايدا. اه لا. مش عايز. نبحث عن تجربة اخرى زي المدربين اللي ما بيقولك ايه. ايوا نبحث عن ت ريح شهر. اه. وبعدين هرائب. اه. وهبحث عن تجربة اخرى. انا. ايوا انت كده كده عايز اشتغل. اكيد يعني. ات عايز اتتغل طبعا. لا لا لو جالي شغل بكرة اشتغل طبعا. طبعا. فيش حد يحب الشغل يا اه. لا لا طبعا. 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 كابت اللي عاب جلال. رأيك ايه في اللي حصل كله معنا. ظلم. ام. ظلم وآآآآآآآآآآآآآآآآ يدي اي حاجة. او في الطريقة اللي مشي بيها. ام. حاجة طبعا. فنيا وانسانيا وكل حاجة غلط حصلت في الموضوع ده. ام. كلمتوا مع بعض في ايه اللي انتو اصدقاء ولم تتكلموش يعني. لا ما كلمش في ايه ما فيش ايه ما اكلمتش. لكن انا بقول له انت مدرب كبير وان شاء الله ربنا اكيد ما بيعملش خير يعني. ايه رأيك في محمد شاوي. شاوي مكتهد وشاطر ومدرب كويس جدا. ام. واتمنى انه يمسك المنتخبة الولمبي. حلوة دي. تتمنى ان يمسك المنتخبة الولمبي. انا قلتها الحزب على فكرة. اه. 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 من قبل ما اشتنغل. اه. قلتها يمسك يمسك المنتخبة الولمبي. مناسب جدا. شاوي اتربى في المنتخبات. اشتغل فترة كويسة جدا مع شاوي. اشتغل فترة كويسة جدا مع انا. اعتقد انه هو خلاص جاهز انه اشتغل في اله. يمسك المنتخبة الولمبي. وعايز اقول حتة بتاعة تغيير الوجوه وتغيير وتغيير وتغيير. مدارب المنتخبات خبالك خبراته في المنتخبات بتفرق عن حد جاي ودايما بشبهها تاني انا قلتها قبل كده في الاعلام وبقولها يا كريم لو ابنك تعبان هتوديه لدكتور استاذ دكتور ولا لطبيب امتياز استاذ دكتور ولحد ما تبيجيب الامتياز تجيب الاستاذ الدكتور في المنتخب لانك منتخب اعلى حاجة وتجيب معاه طبيب امتياز صحيح يتعلم يتعلم يبقى استاذ وبعدين ينشف شوق يخد المراحل دي انا خدت المراحل دي كلنا اخدنا المراحل لما رشحت الكابتن محمد شاول الكابتن حازي يبام ان هو يمسك المنتخب الاوليبي قبل ممطش السنغال ما كنتش عايزه يبقى موجود في الجايز الفردي معك احنا كنت عارف ان احنا هنقعد ولا هنمشي ولا لا لا بالعكس ما انت كنت فاكر انك هتقعد لا 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 ما كنتش فاكر فيه وانا بفكر بسألني يعني حتى حازم سألني قال لي انت شايف ايه في شوق فاقلت له كل حاجة فنية كل حاجة بامانة شوق كان دايما انا ليه سألتك السؤال ده انه دايما كيتعلم العلاقة بين الكابتن دي وكابتن شوقي مش علاقة جيدة تعالي علاقة جيدة جدا لا انا ما انت عارف علاقاتي وانا ما اكبر الصغير فشوقي كبير يعني وعصام طبعا عشان عصام مجميل يقول لي ما كلمتش علايا ما كلمتش علايا ما كلمتش علايا ما قولتش علايا حاجة عصام هيبقى ومدربه كادر كويس يعني هيبقى اه طبعا لا ماشي بشكل كويس ويدرس وماشي بشكل كويس فشوقي انا بشوف لانه المنتخب الأولومبي تظلم واللي هيجي هيتعزق لانه انت عديت حوالي خمس اجندات من ساعة ما مشيت كابتن شوى غريب وده ما كانش صح كنت تخليه يكون المنتخب انت دلوقتي ما حدش يعرف اساس المنتخب صحيح اللي هو المفروض يبقى معروف السنة اللي جاية كلها فيها يمكن لو لعبنا في 11 التمهيدي هو مش هنلعب غالبا عندك حوالي 3 اجندات مش كفاية لو لعبت في مارس هيزيده كمان اجندة في يناير او في ديسمبر بس ديسمبر هيبقى فيك السعالة بس ممكن تجمع الناس فهيتعب جدا فشوقي موجود في المطبخ يعني انت في المسيرة النادحة جدا سواء مع المنتخب مصر او مع النادي الاهلي كان عندك شوية حاجات كده توجع يعني دولي 2003 مع الاهلي بونفرير مطشي ستة واحد الشهير مطشي غانا برادلي وهو لازم بتاخد المطبات دي علشان عضمك لين انا واحدة في يوم كانت السئلة غانا طبعا ستة غانا وسنغال لان السنغال كلنا كان دينا احساس انتوا رائبين والاحساس قرب اكتر اول ما روحنا لضربات الترجيح خلاص بقى اه وانت عملتك سبضربات الترجيح كمان اه ومخلي سلاح وزيزو اللي شوته فيها ودي كت مؤلمة طبعا اه الغانا الاول بعد كده øre انت بقى فين من النادي الاهلي انا موجود في النادي الاهلي اه ودايما في النادي الاهلي والنادي الاهلي ابنائه كتير كتير جدا بس مش كلهم ديها السعيد لا يعني مش كلهم ديها السعيد لكن المتكلم على سيفيو تاريخه كلهم ديها احترام الم 有س büyس وقت في النادي الاهلي هيحتاج في مكان هفيد في الناد الأهلي هكون موجود على طول اللي موجود أنا في ظهره على طول سواء مجلس إدارة أو أجهزة في ظهرهم وأدعمهم طول الوقت معاهم زي ما بيقولوا الجمهورنا على الحلوة والمر معاهم طول الوقت عشان كده بقول الجمهورنا يصبر ويهدأ مش وقت مهاجمة لعيبة لأن لعبتك دي إحنا شفنا معاهم أيام كويسة في البطولات وما تهجمش وتقول يتسرحوا هتسرحوا هتجيب أنت عندك دايما طول الوقت تقول عندي أحسن لعيبة طب لما أتمشي عشرة هتجيب منين ما أنت هتجيب طب بص حواليك كده غمت حواليك كده هتجيب منين وهتجيب مين أحسن من اللي عندك اللي عندك بيمر بفترة والفترة دي هو فيه جزء كبير مسؤول عنها كلعيب وفيه جزء مش مسؤول عنها تغيير المدرب في وسط الموسم ومدرب تاني جاي موسم أو تلت مواسم تنظيمه سابقة سائق جدا فيه ضغط على اللعيب اللعيب بتاعنا استحالة تقولي لعيب مصري عضلته تستحمل كل هذا الضغط صحيح ما عندناش العضلة دي مش مسألة تقولك ما تقوليش إجهاد عندي 30 ماشي التلاتين ما تمرنوش كويس صحيح كنا شغالين على 15-16 اللعيب ضغطين 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 ومش شغالين على دول حتى من برة في الأول دور مش شغالين عليهم إن إحنا نجهز نجهز بحيث إنه لما تحتاجوا يبقى في نفس المستوى ده صحيح هو ده الطبيعي صحيح نازل طالع نازل صحيح فده وقت واللعيب على فكر أنت لازم تستحمل كل يتقل عليك لأن أنت في مرحلة لازم يبقى عندك رد فعل أحسن من كده صحيح لازم الـ action بتاعك يبقى aggressive أكتر من كده لازم اعمل رد فعل وملكش دعو بالنتيجة الجمهور هيقدر ده رد فعل في الملعب في الكورة أنا بتكلم في الكورة أه عشان بس إليه بيسمع هاك ريسي ديو اللي رد فعل في طلعك خاني لما قال لك النادي الأهلي محتاج مشروع والله هو النادي الأهلي مش محتاج مشروع أه اللي محتاج مشروع ده نادي بقى له خمس سنين باخدش بطولات أه ما عندوش فرقة أه لكن النادي كل السنة بياخد بطلتين ثلاثة بطلتين ثلاثة صحيح ده محتاج انضباط فني وانضباط قطة لبس صحيح وصارم وصارم طبعا صارم تريدك في السوارش أو مش رايك في تقييمه الفني اه اختياره اختيار مدرم بوتينش طرام النادي الأهلي اختاره يبقى اختاره عن بعناية وطرامة على حد علمي منو الجزيد دخل في الاختيار يبقى بناصر كلنا والنادي الأهلي وجمال النادي الأهلي بقى اصر فيه صحيح لكن ما تخنقوش بالوقت ما تخنقوش فيه ايه هتشتغل في إمتى وفين ويعمل لازم تاخد وقته لازم ياخد وقته وانا سعيد اساسا بتكوين الجهاز لان طول الوقت انا كنت محترد على اثنين في الجهاز بس اللي بيشتغل ده ما انفعش فرقة النادي الأهلي وانفعش في اله كبيرة تلك فيه كم كبير جدا من الشغل صحيح وانفعش في اله كبيرة في العالم فالتشات للجهاز هيشتغل وهيبقى كويس صحيح لكن هو مش زنبه انه جاي على كل ثلاث يومين ولا كل ثلاث يام ماتشات في حالة لعيبة مش كويسة لازم اللعيبة ترجع الحالة دي بسرعة بسرعة لازم قط اللبس تنضبط وتبقى فيها يعني مش عايزة اقول خرزانة سيد عارف هو بيعمل ايه فكل الحاجات دي اللي محتاجها انها للأهل صحيح قبل ما قربنا عن اختم يعني الاسف في الوقت اللي بيجري بسرعة ده عايزة اخد رأيك في كلمة مشروع لمنتخم مصر اه ده مهمة جدا احنا دايما يتقلنا مشروع لمنتخم مصر واحيانا الناس بيلخصوها بفكرة انه مدرب يجي اعمل مشروع لا هو يعني ايه مشروع حتى بتعمل مشروع وتجيب مدرب وتقوله لو طلعت من بطولة افريقيا تروح بالزبط كده لا يعني ايه بقى مشروع المشروع لازم يبقى واضح شاشة كبيرة زادية يا ردي شاشة وتتحط واحد اتنين تلات اربع تجيب ناس متخصصين الحازم انت وبركات وتعودوا وتحطوا كل اللي انتوا عايزينوا في كرة القدم من القطاعات والمتخبات بمسابقات الناشئين ده طبعا بعد اختيار مدير الفني للاتحاد وبعدين تجيب المدرب انا عندي فرقة اعمارها يعني احنا ما هدش يجي الكلمة على الحلال والتجديد دلوقتي احنا احلنا صح وجددنا صح لو هتقعد تحسبها هتلاقي ان احنا احلنا وجددنا صحية انت اخي بالك صحية كان عنده جرأة غريبة يعني كان عنده جرأة غريبة مين ده فيه ماتش السنغال بس مش فاكر اسمه السنغال بتنزل في الوقت اضافي لعب من باريس سان جرمان وهو بينزل مهند لاشين فانا بقول له انت انت ايه يا اخي لأ وعادة كان بيتقل ايه دايما الجملة الشهيرة لأ اعتابد بقى على صحاب الخبرات في الوقات الصعبة دي لأ لأ ما اخد انا اول درس في القصة دي من البطولة العربية صحية المشروع فانت تيجي وتحط ده للناس واعلامك وللجمهور وتحطه وتعمل مؤتمره وتزيعه ده اللي على اساسه تختار المدرب صحية وتقعد مع المدرب انا مشروعي اهو وتختار المدرب اللي ينفذك المشروع والمشروع مرتبط بالوقت هو اللي اربع سنين هو اللي يحط المشروع او اللي يستطيع المدرب يحط المشروع ما اهو مشترك بزي بزي ما انت هتروح انا بأتفاوض مع كريم احنا عايزين نقعد عايزين نعمل عندنا مشروع كورة عايزين نعمل كورة وننظمها باللا اربع سنين اربع سنين هتقول لي اتحد قاعد سنتين يكمل السنتين اللي ييجي يكمل مع مع ما نعملش قطع للشغل ما هو قطع الشغل ده اللي عمل ماتشين دول مزبوط انت ااخد بالك طيب كابتين اعب جلال هي بتظلم لانه ما اخد وقته فنياً ما اخدش ما اخدش اي حاجة ما الحقش للعيبة تصابت والعيبة راحت والعيبة جدت وهي معاد الاجين ده ده متقيل صحيح لان هي بمعاد اجازيات حتى اللعيبة المهمة صحيح فانت تقعد ده وتعلن ده للناس الناس هتصدقك لما تحس ان في حاجة متغيرة وبتعمل حاجة جديدة وانت بتعمل حاجة جديدة انت هتصدقك وانت كاتحاد دلوقتي تحديداً محتاج ده محتاج ده كجزء من حاجة هتعملها تطوير الكور ماشي انت دلوقتي الراجل قاعد بن بره مش موجود في جهاز المنتخ وقاعد بقاعد في الاستوديو هنا وفي ماتش المنتخب مصر في دور الستاشر في قاسة عامة الافريقائي واخسرناه هتقول المدرب ده لازم يكمل طبعاً لو انا قاعد عالترابيزة ومقتنع بالمدرب ومقتنع بشغل المدرب وجايبه عن اقتناع وجايبه على ده وشرحت للناس وهيحصل كذا وهيحصل مطباط وهيحصل كذا بس بقى ما تعمل ليش المشروع هنا وتروح عامل لي مسابقة بايزة ايوا ماهو في حاجات كلها مربوطة ببعض صحيح ما انت النهاردة جايب خبير اجنبي عاش تطور التحكيم يبقى التحكيم يتطور والمسابقة تتطور لوايح تتطور انضباط الجمهور يرجع عشان تلاقي منتخب لكن احنا كل مرة ناخد حتة من مكان وبعدين نسيبها ونروح واخدين حتة من مكان هنغير وانا هنغير نروح واخدين حتة من مكان انا الغير مشروع ما كانش فيه مشروع ما كانش فيه ده غير ان كلمة التغيير مشروع دي غلط اصلا غلط غلط عشان كده انا احبهاش تتقال بدون تفسير صحيح يعني دايما الناس بتقولها بدون تفسير مين اللي محتاج انه الاهلي مش محتاج مشروع انه الاهلي بياخد بطولات صحيح عايز تجدد فرقيتك انت بتاخد بطولات وانت بتاخد بطولات جدد اثنين تلات اربعة لعيبة خمس لعيبة املى المراكز نادي عايز يبقى استثماري بيجيب لعيبة صغيرة او مغمورة وبيشتغل زي تجربة ماجد سامي صحيح رائع احسن تجربة في اخر خمس سنين على فاكرة في الرياضة بشكل عام مش في الكولاس انا بتكلم اه طبعا عنده سكواش وعنده عارف لكن كان اكتر ناس دلوقتي كويسة على مستوى الدوري لعبة ودي دجلة الراح هنا من راح هنا لكن هم اتعاملوا فنيا مش صح دي الحاجة الوحيدة اللي بعيب عليهم فيها انهم ما كانش عندهم قناعة بالنحية الدفاعية خالص عشان كده هبطوا لكن كتجربة نادي استثماري احسن نادي صحيح هو ودي دجلة ده يتقلع لي مشروع صحيح لكن ما جيش اي حاجة عصتنا جاي من مدرب مشروع هو وقف فيه ركبه ميكرو باس الشبرة خلافاوي كابتن دايا دايما بس لمتع بحضرات جدا شرفته حبيب يا كيمو والله كنت مبسوط جدا انا بشكرك شكرا جانا مبسوط وبشكرك وبشكر اعدادك يا ربي خليك اللي بيسهره بس الدول بيسهره بقى كل يوم نحنا اللي سهرناك النهاردة مرة واحدة بس خلاص تسلم يا ربي خلاك شرفته ونور دي كان ختام حلقتنا الممتعة جدا اليوم مع الكابتن ديو السيد واحد من اكثر المدربين نجاحا في الكرة المصرية واحد من اسماء الكبيرة المحترمة دائما اشوفكم يا رب على الخير